تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك اي ان كان مكانك في هذه الدنيا اي ان كان دينك اي ان كان جنسك اي ان كان جنسيتك واهلا بك في هذا الليف المتجدد من السيكولوجيات سيكولوجيات العيد وقلت في البداية بحب ارحب بالناس المتوجدة وكويس ان انتم نبهتوني ربنا وفقك يا رب اهلا بهالا واليلاك وهرفة 369 ولطيفة وكل المتوجدين معانا في الليف النهاردة طيب خلينا ندخل في الموضوع على طول لان الليف مهم وانا باعتبره من اهم وركزوا معايا في الحتة دي من اهم المعلومات اللى الانسان عشان يكون متوازن في حياته ويعرف يعيش السعادة والسلام الداخلي ويعيش الراحة والباسموها الانر بيس او السلام الداخلي والهدوء والرواءن والسكينة ويعيش النعيم لازم يكون عارف هذه المعلومات عشان يكون متوازن وكالعادة لا يسلم المعلومات اللي تخلي الناس عايشه بتوازن من بعض الاخطاء اللى ممكن تكون قد حصلت او بعض المفاهيم الغلط فنعرفها ان شاء الله بالتفصيل ففي البداية بحب اسأل اسئلة عشان نكون محددين ونعرف احنا نمشي فين ونعمل ايه فناخد اول سؤال اول سؤال ليه سيكولوجية العيد وما علاقة علم النفس بذلك السؤال التاني ما معنى العيد وما معنى الاحتفال وكيفيته السؤال اللي بعد كده هل يثاب من يهنئ غير المسلمين باعيادهم هو ممكن يثاب فعلا وياخد ثواب لما يهنئ ماذا نفعل مع من يحرمون كل شيء تقريبا في بعض الناس بيظهروا كده كل فترة بيحرموا كل حاجة نعمل معهم ايه هل ما لم يفعله الرسول والصحابة يعتبر حرام يعني لو في حاجة احنا ما وصلناش خبر انهم عملوها يبقى غلط وحرام هل فعلا لدينا في الاسلام عيدين فقط احنا عندنا في الاسلام عيدين بس زي ما بعض الناس اللي بيهجموا بيتكلموا بيطلعوا بيقولوها ادلة دينية مهمة من كتاب الله ومما نسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعلان لجائزة ومبادرة هتغير مجرى العيد في الفترة القادمة ان شاء الله وهتكون مبادرة مهمة باذن الله طيب خليني ابدأ بالاول سيكولوجية العيد يعني انا ليه سميت الفايل ده سيكولوجية العيد وايه معنى سيكولوجية وايه اللي حاشر علم النفس في الموضوع ده كلمة سيكولوجيا بتطلق لكل شيء بيتعلق بالنفس وبالتالي لما نتعمق في النفس وتأثير الفكرة او السلوكيات اللي بتتعمل او الظرف على النفس ده اسمه سيكولوجية وانا عندي وجهة نظرك احمد عمارة ان الدين جاي يخاطب النفس وان تسعين في المية في الغالب ويعني انا موقن انها اكتر بس خلينا اقول تسعين في المية من الاوامر الدينية جاية علشان نفهمها فهم نفسي وعشان نفهمها وانطبقها صح مهم نفهم النفس وبالتالي لما ندخل في سيكولوجية الشيء ونفهمه هنقدر ناعي والوعي عندنا هيعلق وندرك الابعاد العميقة اللي بتفيدنا في حياتنا من هذا الشيء طيب اعلاقة علم النفس بالموضوع اللي قد يكون في ظاهره ديني ده كلي اقول لكم على هو مهم قوي ان العلم المسؤول او المختص بدراسة الفكر هو علم النفس بدراسة الفقه يعني كيف تفقه كيف تدرك ده علم النفس تأثير القناعات والفلاتر المغلوطة والنظارات اللي ممكن يكون حد لبسها على المفهوم اللي بيدرس الكلام ده هو علم النفس وبالتالي دوري امام ربنا سبحانه وتعالى وامام الناس بحكم تخصوصي في علم النفس ان انا لما لاقي بعض البشر خطأا طبعا انا احترمهم واحسن فيهم الظن ولكن اللي خارج منهم انا اراه خطأ من وجه نظري ودايما بأكد لابد ان تتبين ان الاقيهم فهموا معلومات معينة بمفاهيم خطأ او كان في نظارات او كان في فلاتر فخرجوا بينها بحاجة بتلوث وبتقدم معلومات غلط في المجتمع فدوري ان انا اطلع افك هذا اللبس وبينه للناس وبإذن الله هيكون مفيد فالفايل ده هيكون مفيد للشخص العادي اللي قد تكون معلوماته النفسية بسيطة او معلوماته الدينية بسيطة هيكون مفيد جدا كمان للمتحدثين في الدينه يا رب يا رب ان شاء الله يكون مفيد ليهم لان هو ده دورهم اصلا في المجتمع فان شاء الله بإذن الله اقدم بعض المعلومات اللي يكون تكون بتساعدهم وحنا عندنا جزء مهم من علم النفس اسم وعلم النفس الدعوي وعلم النفس الديني فازاي استفيد من هذه المعلومات وانا بخاطب الناس وبكلمهم في الامور الدينية فان شاء الرحمن يكون مفيد ليهم يا رب بإذن الله عشان نفهم وبالتالي تبقى انت عارف لان للأسف الفترة اللي اتخطف فيها الدين وانا بحب ساميها كده مننا وبقى بعض الناس الدين ده بقى حكرة عليهم مش يقولك المغزى ولا يعلمك لا تسأله يقولك اه او غلط دي حرام اه حرام لا حلال طيب معلش ما انت لما تقولي حرام او حلال وانا خدتها من غير مفهم وركزوا معايا بلا عليكم من غير مفهم على ماذا استندت ايه القعدة اللي انت استندت عليها يبقى انا كده بعبودك ما اي حد بقى يطلع يقول حرام واي حد يطلع يقول حلال وبالتالي هنفكك الان شاء الرحمن بالتفصيل الموضوع ده وهنعرف بالضبط انا كانسان اعمل ايه مع اي حد بيجيلي بيديني نصوص او بيديني فتاوي علشان تحرم معظم الحياة او معظم البهجة زي ما نعرف بعد شوية فانا هفهم كده عمليا وبالتالي يبقى عندي اداة وطول مهمة اوي علشان محدش يقدر يولوث فكري او يجعلني اعبده من دون الله سبحانه وتعالى عايز بس ااكد ان الحلقة دي قد تكون فيها بعض الصدمات فتقبل مني ان وجدت في الحلقة ما يصدمك وانت مش مقتنع بيها حقك ممكن تركانه كده لان بعض الناس بيعمم واشتن ساعات اوه بعد كذا اكس على كله يا سيدي خد المفيد الذين يستمعون القول فيتابعونا احسنة هتلاقي في الفيديو حاجات انت شايفها حلوة مفيدة خدها واللي لم تقتنع بيه خلاص اعتبرني يا سيدي غلطان ادعيلي ربنا يهديني يا رب وربنا يورينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطلة باطلا ويرزقنا اجتنابه فانا مهم ان انا ابقى شايف وما تعلم وما بقاش باخد الدنيا كده بحكم تعميمي يا بيد يا سود اقدر انتقي وان شاء الله الرحمن هتلاوس اضمات بيدنا اللي تكون مفيدة علشان نخرج منها بحاجات رائعة طيب ده بالنسبة للفايلين وعلى فكرة عايز اقول حاجها من مهمة قوي هنا ان انا بتعمد بحكم تخصصي في علم النفس لما اتدخل في امور قد تكون مفهومة دينيا غلط وانا وجبي كمتخصص في علم النفس اني اتدخل لفك الفهم المغلوط هتلاقيين دايما بأكد بما اني متخصص في علم النفس عندنا في علم النفس هفضل اكدها خمسمائة الف مرة لان بعض الناس لما بيسمع وهم شوية خداره داخل يقول لك هو ده بيكلم في الدين وده بتاع دين او رجل دين لا انا ميجد علاقة بالدين انا هناك ناس متخصصين في الدين انا تخصصي سيكولوجي وبالتالي هأكد كل شوي على هذه المعلومات حتى وان بعض الناس اللي درسوا بقى بعض اللغة الجاسة انا بيقول لك هذا بيأكد على مرة واحد جاء ليجيه على فكرة انت بتعد تأكد على علم النفس كتير وده دليل ان انت ما عندكش ثقة ان انت فعلا بوتني متضحك فقلت اشكرك على هذه النصيحة واشكرك على المعلومات اللي انت درستها ولكن ليس كل ما يقدم عن لغة الجسد فانا ممكن دلوقتي تكون مثلا مناخيري بتاكلني فانا عملت كده فده في لغة الجسد معناها بيكسب انت اوكي هم هادولك كده وانت ماشي وراهم لكن انا فعلا ممكن تكون حاجة بتاكلني هنا اوكيلتني كمان هي ايه المشكلة يعني وبالتالي لما انا اكون باخد المعلومات للحكم على الاخرين اعرف ان المعلومات دي فيها شيء خطأ وعشان كده انا ما بت يعني انا بحكم شغل يفعلني نفسه ما بتطرخش في الحاجات اللي بتحكم على الناس انا متعلق او بركز على انت تعمل ايه مش تحكم على الاخر بايه فان شاء الله هتلاقي معلومات مهمة ومفيدة وباذن لا اوعدك هتبقى فاهم العيد بمفهوم مختلف وتفهم اصلا معنى كلمة عيد وليه اصلا هذا المفهوم الجميل بقى موجود في المجتمع وكل الحضارات بلا استثناء بتسعد وتستمتع وتتقن الفرح فيه يعني ايه العيد معنى العيد لو لفنا كده في بعض القواميس بكسر العين يوم الاحتفال بمناسبة ذكرى او حدث هام كل يوم فيه جمع واصل الكلمة من عادة يعود كل يوم كل يوم فيه جمع يعني كل يوم ناس بتتجمع فيه يعني اصل الكلمة من عادة يعود كل يوم يحتفل فيه بتذكار احد الصالحين او احد الابطال او حدث وطني او حدث وطني هام يوم سرور يحتفل فيه بذكرى حادثة عزيزة او دينية ده يوم العيد يعني ايه الكلام ده يعني ايه حاجة فيها اعادة بتتعاد وخلي بالكوا الاعادة ممكن تكون مرة كل اسبوع ده يعتبر عيد او مرة كل شهر او مرة كل سنة او بعض الناس مثلا مرة كل خمسة وعشرين سنة بيسموه مثلا اليوبيل الفضي او مرة كل خمسين سنة بيسميه اليوبيل الذهبي المهم ان حاجة حدث كبير جميل قد يكون حاجة دينية ركزوا معي الله خليكم قد يكون حاجة دينية وقد يكون حاجة وطنية وقد يكون حدث عام فمن يحشر موضوع الدين موضوع العيد في الامور الدينية فقط هو اصلا مش فاهم معنى العيد وانا بحب دايما قبل ما اتكلم في ايه موضوع احدد المصطلحات عشان اللعب كتير اي حد عاوز يعمل مشكله ويزنقك ويحسزك انك مخطئ بيلعب في المصطلحات للأسف فانا بس الكومنتيات خلينا يا مخرج بعد اذنك نوقف عشان ما تلخبطش الناس اه خلينا بس اه نعمل توقيف للكومنتس بعد اذنك شكرا جزيلا ايوه اه فانا مهمة حدد المصطلح عشان نبقى واحنا بنتكلم تقفها ما نقصه دايه يبقى لما اقول عيد يعني النهاردة لو في يوم انا مثلا موليد واحد ستة فكل يوم واحد ستة انا بشعر بالسرور وبهذا الحدث اللي جيت في العالم وتسلمت في المسئولية فرحتي الارضية عملت مظاهر احتفال فده اسمه عيد عندما يسمى عيد انا مش بتكلم في شيء ديني هنا هو من الاعادة الدول مثلا لما تيجي تعمل احتفال بيوم النصر احتفال بيوم التحرير بيوم الشهيد ده احتفالات ودول كتير والدول اللي عندها وعي او عندها ذكاء عاطفي بتقطر من ايام الاعياد لكسر الروتين زي ما هنعرف بعد شوية انا عشان استفيد من العيد كسيكولوجية بقى او مفهوم نفسي او اضافة ترفع عن النفس مهم مفهم الخطوات اللي جاية دي كيف استمتع بالعيد او كيف نحسن الاستمتاع بالعيد رقم واحد اكسر الروتين القديم ايا كان يعني ايه الكلام ده خلي بالك الحاجة اللي انت بتعملها وتتكرر كل يوم اسمها روتين يعني ما عاد صحيانك روتين طريقة لبسك روتين طريقة تعاملك مع الامور بعض الناس كده لو هو في شغلانة جادة كمثلا الخطباء السياسيين المعلمين الناس اللي بيشتغلوا في شغلانات حربية عسكرية شغلانة جادة بتخليك انت دايما جاد ودايما حازم ودايما حاسم يبقى لازم يوم العيد تكسر هذا الروتين وإلا هيحصل لك مشكلة نفسية وركز معايا باللي عليك لما تكون انت بتتعامل مع الناس بطريقة معينة تيجي يوم العيد تكسر هذه الطريقة انت كأب وانت كأم طريقة تعاملك في الحياة العادية يوميا مع الاولاد مهم تتكسر بطريقة يستغربوا منها ويفرحوا بيها يوم العيد يبقى انا اول قعدة عشان احسن الاستفادة من العيد وهو العيد اصلا معمول عشان كده وهناعرف ان شاء الرحمن لما يدخل في الادلة المهمة الرهيبة اللي بعض الناس بيدروها المتحدثين بالدين اما عن عمد واما عن جهالة ان الدين اصلا جايبه يقول لنا نعمل كده ان في ايام العيد اكسر الروتين ايا كان وبالتالي حتى الطرق انت مثلا متعود تنزل من البيت تمشي بطريقة معينة اكسر الروتين بتركب عربية كل يوم اكسر الروتين امشي اركب مواصلات المهم تكسر الروتين والقعدة دي بتعملك حالة من الرفريش او البهجة في النفس وبتكسر حالة الجمود فتلاقي الانسان بدأ يستعيد مشاعر ايجابية وطاقة جميلة وطاقة جميلة وحاجة مهمة كمان لو خدناها بتعمق اكتر العقل اللواعي لما انت تكون بتعمل الحاجة بروتين بيغيبك عن الوعي والدليل بعض الناس تلاقيه مثلا وهو سايق تلاقيه فجأة وصل البيت ومعرفش اصلا وكم ماشي زي كان سرحان بتعمل حاجة او مثلا بتصليت لها نفسك فجأة بتسلم فانت معنى كده ان انت بتعمل الحاجة بروتين فلما العقل يلاقي الحاجة انت بتعملها بروتين بيغيب الوعي فالحضور بيغيب لكن اول ما تكسر الروتين بتبقى هنا والان بتحضر فلما تحضر تبدأ المتعة اكتبوها قاعدة كده عند الحضور عند العيش في اللحظة عند العيش هنا والان بتبدأ المتعة وبالتالي كسر الروتين في اللبس وفي الشكل طريقة تسريح الشعر طريقة المشي الخروج ايا كان بقى كل التفصيلات كل ما كسرتها كل ما عيشت اللحظة واستمتعت ودي من اهم فوائد العيد سايكولوجيا النقطة رقم اتنين اللي تعملها علشان تستفيد وتحسن الاستمتاع بالعيد مارس ما يدخل عليك البهجة وخلي بالكو بقى اوعى تخلي حد يخصصلك شكل البهجة ركزوا معايا بالله عليكو في المعلومة اللي هقولها دي كل اسرة كل بيئة مجتمعية يعني قد تكون بيئة صغيرة داخل مدينة كذا بيئة فكل بيئة عندها ادوات بهجتها كل مجتمع كل ثقافة كل جنسية كل مجموعة من البشر كل سن يعني الاطفال عندهم ما يبهجهم والشباب عندهم ما يبهجهم وكبار السن عندهم ما يبهجهم انتبهوا تبدأ المصائب والقلم النفسي والخطأ عندما يتدخل شخص ما ليضع لك قواعد بهجتك اللي هي مختلفة بحسب مرحلتك في السن الجسدي مرحلتك في الوعي العقلي مرحلتك في الثقافة مرحلتك في الجنسيتك او دولتك فلا وبالتالي ما يبهجك بشرط ان تكون هذه البهجة لا تصطدم بشيء محرم بحسب دينك وده نتكلم فيه لما نوصل موضوع الحلل والحرام ان شاء الله حلو؟ وبالتالي وانتبه ويكون محرم بنص ديني مش بالناس اللي بيصدروا فتاوي ونتكلم فيها زي ما قلنا بعد شوية فانا اتفنن في البهجة اتفنن في ما يبهجني وكل مرة يعني كل ما يجي يعيد اتفنن في تفاصيل اكتر في ادفاء حاجة مبهجة اكتر بصوا لي كده عشان هغمز عشان كده الدول الذكية اللي بتتفنن في تفاصيل بهجة العيد بتفرد احتفال عيدهم على باقي الشعوب الناس عايزة بهجة فكل ما كان في تفاصيل مبهجة اكتر كل ما تلاقي الناس بتقلد وبتحتفل بهذا العيد لان هم عايزين بهجة وعايزين سعادة وده اللي فقد للأسف بعدم فهم من بعض الناس نفسيا في تاريخنا انا بتكلم على الاسلام وبالتالي كل ما تفننت في البهجة اكتر كل ما عملت حاجات مبهجة ممتعة كل ما نفسيتك بقت مستمتعة بصورة رائعة رقم ثلاثة احسن في انتقاء المبهجات بلا تكرار يعني انا النهاردة مش همارس بس اللي بيديني البهجة ده انا هبدأ احسن وطور ومش هكرر فكل مرة هزود يعني كل ما يجي يعيد هزود اكتر مصادر البهجة ومظاهرها وكل ما يجي لنا افكار كل ما التكنولوجيا تتطور كل ما العلم يتطور كل ما الادوات تتطور كل ما هدخل حاجات اكتر وبالتالي اضمن ان انا استفدت نفسيا باستمتاع يوم بعد يوم باذن الله النقطة اللي بعد كده نقطة رقم 4 اكسر قوالبك وعيش الطفولة ودي نقطة مهمة بالله عليك وركزه معي العيد والاحتفال بالعيد لا يؤدي نفسي او الهدف النفسي العميق بتاعه الا لما تكسر القالب وتعيش الطفولة لما تحس ان انت بقيت طفل لما تلاقي يعني اهبص كده تلاقي اللي قدامك اعمالي يبصلك يا ابني انت طفل قوله اه انا بحب اعمل المخرج بيقولي بتطلع صوت حاضر بحب اعمل مصادر مبهجة بترجعني لحالة الطفولة ولما مش عاجبه هو حر انا مبتهج يعني ده دي مثلا ممكن اكون انا ما عملتهاش بقالي سنين ومتعرف عليها انها بتاعة الاطفال طعمها حلو معين السكر بحبوش بس يعني رجعني لذكريات جميلة لما كنا ممكن نكون بنجري وبنتخانق عليها وبنعمل احتفالات ضخمة عشان نحصل عليها من اهدينا زمانه فده مثال ان انا بعمل حاجة غريبة البس طربوش اه اعمل حاجات في شعري اكسر الروتين اكسر القالب المتخشب لان للأسف الشديد بعض الناس اللي هم عايشين استمبات استمبات كاستامبا او استامب بالانجليزي يعني كأنهم خشب ومسندة يعني بيبثوا كلمة وقار والوقار على فكرة من الوقر في اذانهم وقر عارف الاظن لما تهتز لما يحصل لها وقر بتقف فهم بيبثوا كلمة وقار لابد ان تكون وقور انت قدوة انت يا عم في ايه ما هنا قدوة هو اللي مش عاجبه ما ياخدش مصاصة لكن ما تخشبنيش لا تملي عليها تخشيبة معينة عشان اكون انا في هذه الحالة اللي انتو اطلقتوا عليها وقار وهي كلمة سلبية تخشب يعني وتقول لي هو ده الصح في ايه فعشان كده بأكد كل ما كانت مظاهر احتفالك المبهجة اقرب للطفولة كل ما ده كان غسيل نفسي وهيلنج وشفاء نفسي لا تتخيله فتفنن واستمتع نقطة اللي بعد كده كلما استعرب من رأك في هذه الحالة كلما استفدت اكتر ايوه ايوه دي نقطة مهمة كترمومتر انت ماشي في الخطوات صح عشان تستفيد وتحسن استفادتك من العيد وبهجته ولا لا وخلي بالك اي سلوك من دول هو اسمه احتفال يعني انا غيرت طريقة ماشي في الشوارع غيرت لبسي غيرت ستايل شعري ستايل لبس اللي لبسه وعملت حاجات خفيفة الجنين تتنطط ده اسمه احتفال فكل هذه السلوكيات محتفلة مجتمعه لما تتجمع بشكل معين اسمه احتفال بهذا العيد وببهجة هذا العيد فمن علامات ان انت ماشي صح ان اللي قدامك لما يبص عليك يستطيع ايه عم يابني في ايه وتلاقيه بيت حاجة يابني بالراحة او الله 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 شفت فلان بيعمل ايه ايه ده انا عمري ما كنت تخيل انه يعمل اه هو كده ده معناه ان انت بتتقن وتحسن الاحتفال بهذا العيد وباذن الله هيجيلك بهجته وساعدته النقطة اللي بعد كده الغناء والرقص من اهم شروط الاحتفال بالعيد الله عليك طبعا خلي اقولك حاجة مهم اوي الاحبة المتمسكون برأي فقهي قديم يقول بان الغناء حرام انا متمسك برأي اخر يقول ان الغناء حلال ما لم تكن هذه الكلمات اللي فيها تشير الى حاجة محرمة فبالله عليك انا عارف وجهة نظرك وهذا الخطاب ليس لك حلو فاذا كنت انت ممن يتمسكه بالرأي القائل بهذه الحرمة فالجزئية دي مش بتاع تكسبها وخش علي بعدها خلاص ركزوا معي في الحتة دي الطفل بفطرته السوية اللي ربنا فاطر عليها كل البشر اول ما تقعد معاه وتبدأ تعمل كده هتلاقيه بدأ يعمل كده على طول هو الفطرة بتاعتنا حالة الاهتزاز والرقص طبعا للأسف كلمة رقص كلمة تشتمل خمسمائة الف تفصيلة هناك رقص عند المتعة يعني واحد فرحان وسعيد فبيعبر عن ساعته بالرقص والحركة الجسدية وهناك شخص لما يكون عاوز يغري يعني مثلا واحدة او انثى عاوزه تغري الشاب فبتستخدم الرقص بطريقة معينة بنية اغراء وبالتالي بيكون له شكل وحركات معينة اي انسان بالفطرة اول ما ينظر اليها هيبص ان الرأس ده خارج النطاق المألوف وبدأ يكون له مغزى مش مظبوط فبيبان عليه وممكن انسان بيعمل رأس لما يكون في حالة من السراحان او التركيز فتلاقيه ممكن يعمل حالة من الاهتزاز راقص وهو في حالة سراحان واحيانا بعض الناس بيعملوا اهتزاز بالرقص عند الحزن عشان يخرج الطاقة لان الاهتزاز راكزوا معين في الحديد ايش المهمة قوي من اساليب تفريغ الطاقة من الجسد الاهتزاز فلو الواحد جات له فكرة او معلومة شحنت جسمه فجأة بطاقة ايجابية ودي بنقولها كتير في كورس الطاقة واللي ده لست طاقة فاهمها فشحنت جسمه بطاقة ايجابية بس اعلى من اللزوم فالجزء الزياده ده يعتبر مضر فالجسم بيهتز بعنف عشان يفرغ هذه الطاقة وبنسميه الضحك فده اهتزاز فالاهتزاز نوع من تفريغ الطاقة ولما يحصل خبر او معلومة تشحن الجسم بطاقة سلبية ازيب من اللازم مضرة الجسم بيعمل نفس الاهتزاز بس سلبي وبنطلق عليه بكاء وبالتالي اللي لا يضحك باهتزاز او اللي متخشب ده بيدر نفسه تدمير ذاتي رهيب واللي بيبكي بتخشب بلا اهتزاز بيدر وبيضمر نفسه تدمير ذاتي رهيب فانت مهم تهتز وتبقى سامح لجسمتك بالاهتزاز علشان تنفس عن الطاقة دي فمن اهم ونعرف بقى دلة رهيبة جدا بعدين ان شاء الله في الاخر من اهم سمات الاحتفال انك تكون بالدندن وممكن تمسك ولادك كده ترقص معهم يلا حيبتي الله حيبتي كلا شطورة يلا ايه لعيت فرحة ايه لعيت فرحة انا برقص هو ايه المشكلة ولكن في بعض الناس كلمة رأس عندهم يعني جنس يعني فحشة هم عندهم خلل في مفاهمهم فاسيبك منهم ركز معايا كده في الجملة اللي هقولها هناك بعض الناس عندهم خلل في مفاهمهم ان كل الجمل بتتاخد للاكستريم او الاقصى في السلبي هو اخد الدنيا كده فاسيبه قوله بقى ما اتطلعش هذا السواد وهذه الاشياء السيئة اللي في عقلك علينا انا يا سيدي فرحان وبدندن مع ولادي ولا مع اهلي انت مالك انا برقص ولكن الرقص بتاعي غير الرقص اللي في دماغك انت بقى الله اعلم بتشوف رقص كتير ايه متبرمج عندك الرقص عامل ازاي ما ليش دعوا بيك فهم ترقصوا ديه وبالتالي مهمة اوي الحركة الجسادية المتناغمة بتطفي حالة من البهجة والسعادة والصفاء النفسي والتوازن على الجسد عشان كده المتخشبين اللي ما بيعرفوش يمرسوا هذه العادة كغناء بدندنة او برقص بتلاقي قلوبهم حجر قلبه قاسية فهي كالحجارة او اشد قسوة تلاقيه غليظ تلاقيه دايما بيسقط الاحكام السلبية يسيء الزن على الاخرين داخلك كده اعوذ وبالله ايه يا عم في ايه الدنيا مش كده خف واما تقتنع او تسيبنا براحتنا بلا احكامك الحمد لله نشكر لله سبحانه وتعالى انه هو الحكم العدل ان الحكم الا لله يعني لو كنتم تملكون خزائي رحمة ربك اذا لأمسكتم خشية الانفاق فالحمد لله ان خزائي رحمة الله سبحانه وتعالى ملك لله وربنا هو المتصرف فيها مش هؤلاء البشر الذين يظنون كما قال ابن سينة بولينا او ابتلينا بأناس يظنون ان الله لم يهدي سواهم ففي ناس فاكرين كده فخلاص هم احرار لكم دينكم وليا دين نقطة اللي بعد كده لا تخشى الناس بل اخشى الله فقط ودي نقطة مهمة قوي لما تبقى في مظاهر بهجة وفي مظاهر احتفال المجتمع زي ما قلت بقى سائد في حالة التخشب ويصدر ليه بقى انتبهوا كل محد يكون في مسئولية مهمة كمعلم مثلا ولا كمربي ولا كمحاضر ولا كمتحدث في الدين هيفرض عليك التخشب بحجة القدوة طب يا سيد انا قدوة بعمل حاجات حلوة اثناء الاحتفال ايه المشكلة يعني ما دي قدوة ما انا عاوز اكون متوازن وهذه يعني هي عمق ما او هذا هو عمق معنا كلمة القدوة وبالتالي هذه سلوكيات ايجابية فانا لو انا لقيت نفسي وركزوا بالله عليكم اخشى الناس ومش عارف عيش الحالة دي فراجع حساباتك لانك في التوقيت ده انت في العمق ايمانك بربنا محتاج زيادة لانك تخشى الناس ولا تخشى الله سبحانه وتعالى واعيد لك تاني هنوصلها ان شاء الله الرحمن في موضوع الحرام والحلال انا عارف ان بعض ناس يبقى عنده بعض المخاوف من كلمة المحرمات لانهما كده بقى يكون عندهم حاجة حرام 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 ففي ناس فاكرين ان كلمة الرأس حرام فهنجلها بعد شوية ان شاء الله بتفصيل كتير وبالتالي مهمة اوي تبقى مراعي الحتة دي ان انا اخشى الله ولا يهمني البشر ولا يهمني رأيهم ولا يهمني احكامهم نهائيا لان البشر اسدزة في الغيبة والنميمة والاحكام والدخول في النيات والسلبيات فاسبهم بالبلوي اللي هم فيها وانعم بهذه النعمة التي منى الله علينا بها النقطة اللي بعد كده تفنن في ادخال البهجة على من حولك النقطة رقم 8 علشان تتقن الاستمتاع بالعيد وتاخد فائده النفسية تفنن في ان البهجة تدخلها على اللي حواليك شوف الاطفال شوف كبار السن شوف يعني مثلا ممكن تمسك والداتك يلا يا ماما كصري خرجي من الحالة يولت بس يولت او اضع يا ماما يلا بس الله يلا يا ماما في ايه يا ماما ابدأ كصر الحالة خلي اللي حواليك يخرج من حالة التخشب دي ومن حالة التنشنة وحالة البرشتيجي اللي بيبرشتجوا بي نفسهم ده عشان يبتهجوا ويسعدوا ابدأ شوف كل حد بحسب مرحلته ان انت تدخل البهجة عليك تعمله الحاجة اللي بيحبها او اللي بيفضلها بحسب سنه بحسب وعيه بحسب ثقافته بحسب دينه ايه يعني ايه الكلام ده يعني ببساطة عندما تجدوا اناسا يحتفلون بعيد لهم وانت يعني تسعد بسعادة الاخرين وتبتهج لبهجة الاخرين فلو دخلت عملت حاجة بنية ادخال البهجة على قلوبهم والله هتاخد عليها ثواب وهتاخد عليها ودي حاجة رائعة جميلة جدا لان النية الحسنة والفعل الحسن لادخال البهجة على الاخرين ده فعل حسن من الاشياء الحسنة اللي بتخلي الانسان يعيش في حسن على الدوام للذين احسنوا الحسنة وزيادة ولا ترهق وجوههم قطر ولا ذلة عشان كده اللي تلاقيه دايما عايش بقى في الايجو الجمعي او اللي بنسميه الايجو الديني اللي عمال بقى لأ وازاي بيبدأ يحللها بطريقة سلبية هنتكلم فيها بتفصيل مهم بعد شوية ان شاء الله بتلاقي دايما عندهم زل يا مزلول لواقع يا مزلول في دولته يا مزلول لمديره يا مزلول لحد بديون يا مزلول بمرض لانه لا يحسن هو اصلا ما تفننش في الاحسان ومافهمش معنا الاحسان وخد استنباط الاحسان استنباط موروثة كده من غير ما يدرك معناه الجميل المبهج حلو كده فكل ما احسنت كل ما استفدت اكتر وكل ما دخلت البهج على حد كل ما انت كمان زادت بهجتك وزادت ساعتك النقط اللي بعد كده البس جديدا جميلا مبهجا مختلفا عن لباسك العادي او الرسمي عشان كده انا قررت يمكن اغير اللبس يمكن مش متعود البس اللبس ده في حلقاتي او في فايلاتي اول ما كن بعمل محاضرة فانا عملت تغيير متعمد يعني ده كسلوك يعتبر بالنسبة لي احتفال بهذه او بهذا اللايف كسيكولوجية عيد وهنعمل ان شاء الله مبادرة مهمة قوي في الاخر ان شاء الله باذن الرحمن ان شاء الله انوي انها تعمل تغيير في مجرى الاحتفال بالاعياد في الاعوام القادمة باذن الله فكل ما تفننت انك تلبس حاجة جديدة تكسر شكل الروتين اللي انت بتعمله او بتتعود بتعود تعمله كل ما عملت حاجات حتى لو فيها بعض بقى انتو عارفين كل ثقافة عندهم حاجات مختلفة ابتكارات افتكاسات اختراعات حاجات تربوش بدوير بقطط بمعرفش مين وططط وزمامين وطيت تيت 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 كل ما تفننت في عمل حاجات جديدة بلبس جديد وشكل جديد كل ما ادخلت البهجة عليك وعلى المحيطين على زوجتك وعلى اولادك بصورة رائعة جميلة نقطة اللي بعد كده ماذا تفعل مع من يحرمون خلي بالك كده عشان دي رقطة مهمة قوي انا تكلمت عن ازاي احسن عشان فعلا اخد الفوايد النفسية المذهلة للاحتفال بهذا العيد ويحقق المغزى النفسي بتاعه يكسر لي حالة الجمود يكسر لي حالة الروتين فاعيش اللحظة واحضر هنا والان فلما انتهي اذا كان يوم او يومين او ثلاثة وابدأ ارجع لحياتي العادية برجع بطاقة جميلة بطاقة مبتهجة بأحسن اكتر في شغلي خلي بالكم من تفنن في الاحسان في الاحتفال سيتفنن في الاحسان في غير الاحتفال هقولها بسياغة ثانية المحسنون في احتفالاتهم متقنون محسنون في وظائفهم وبالتالي تفنن بس في احسان احتفالك تطوره جدده هتحسن في عملك وهتطوره ومعدش هتعمل حاجه بروتينية هترجع مبتهج طب نعمل كذا طب كذا وتلاقي نفسك بتطور وبتحسن بصورة رائعة في المجتمع اللحنا فيه بقى المرجفون في المدينة فيه ناس قاعدين يعني طمصت على قلوبهم الغلظة عايشين فاكريين انهم كده يعني يعني مش عايز الكلام عليهم سلبي ربنا يهديهم يا رب وينور بصرتهم ويهديهم للتبين مش الاتباع بعمى هتلاقيهم من قوم عاد كل عيد بيعيدوا نفس الموضوع عاد كل التفاصيل copy و paste محفوظين هم فتوتين تلاتة بينشرون في كل حتة حتى ما قاعدش يتبين زي ما نتكلم بعد شويه انت بقى تعمل ايه في هذه البهجة وهذه الايام الجميلة مع امثال هؤلاء اللي اخوة لنا في المجتمع نختلف معاهم ندعي لهم ربنا يهديهم ولكن لكم دينكم ولي دين تعمل معهم ايه؟ رقم واحد تفقه في دينك وافهم سيكولوجية الحلال والحرام انتبه بالله عليك خدوها قاعدة مهمة اوي الحلال او الحرام الحرام لا يستنبط هاي دي الجملة تاني الحرام لا يستنبط الحرام لا بد في ايه من نص حلو؟ ومهم تكون فاهم سيكولوجية الموضوع عامل ازاي؟ لان الحرام والحلال ليهم مغزى نفسي اللي انا بسميه سيكون جاية ان الحرام وركزوا اقول قواعد صادمة دلوقتي وليعذرني من هو غيره مقتنع بالله اقوله الحرام هو الخبيث والحلال هو الطيب بتعريف كتاب الله سبحانه وتعالى يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائف وركزوا بالله عليكم خدوها كده خطوط كده معلش قد تكون صادمة شوية انا اسف الخبيث هو اللي حرام على الراجل وحرام على الست وحرام على الطفل فمن علامات الحرام انه خبيث يعني ما ينفعش الطفل يعمله وما ينفعش الراجل يعمله وما ينفعش الست تعملها اذا لقيت حد بيتلاعب وبيعملك حرامات لناس وناس تانية اعرف ان فيه لعب يبقى من اول شرط للحرام في كتاب الله انه خبيث ولانه خبيث ما ينفعش لا ذكر ولا انثى ولا طفل الكبير يعمله ولا مريض ولا ايه حاجة خلاص طبعا الى المضطرين المضطر بيه خلاص ده قاعدة شاذة كل المحرمات طوع قدامها لو فيه حاجة اضطرار حلو؟ هدي امثلة من المحرمات القرآنية مثلا اكل لحم الخنزير يلا سيدي ينفع الست تاكله؟ لا ينفع راجل ياكله؟ لا ينفع اكده لابني؟ لا ينفع حد تعبانه اكلهوله؟ لا يبقى ده حرام خبيث محرمات القرآن طيب ان انا النهارده مثلا اشرك بالله ده حرام القف حرام الخمر حرام اه يبقى انا مهمة افهم القاعدة دي عشان ما جيش حد بعد كده يلبسلي الدنيا ويلخبطلي الدنيا حلو؟ طيب نقطة اللي بعد كده كمان ايه؟ ان الاصل احنا ليسا بعمل نقطة بس انا البند اللي فيها التاني بقى ان الاصل في الاشياء هو الاباحة ما لم يرد نص لتحرمها هاي التاني دي قاعدة فقهية قصيلة اي حد درس دي نعرفها اي مخلوق دي قاعدة بديهية يعني الاصل في الاشياء هو الاباحة ما لم يرد نص بتحرمها حلو؟ يعني اللي بيحرم هو اللي يجيب لي نص فلو لقيت حد كده بيقولك ايه؟ انا عاوزك تثبت لي انها حلال اضحك واسيبه شايف ينفع تتناقش معاه؟ لان هو المنهج عنده اصلا فيه مشكلة ده هو اللي بيحرم هو اللي يثبت مش اللي بيحلل يعني النهاردة ماينفعش حد يقول لي اثبت لي انت تصوير بالكاميرا حلال يا عم في ايه؟ الاصل في الاشياء الاباحة اثبت لي ان ركوب الطيران طيرات حلال هو ايه عم في ايه؟ اثبت لي ان الاكل بالشوكة او بالسكينة او بالستيك بتاع السوشي حلال ماينفعش اثبت لي ان اللبس الجليه ده اللي هو له جاكت وله جلبية حلال في ايه؟ فكل فترة الاشياء المباحات الحرام هو اللي فيه نصوص فربنا حطنا المحرمات وبالتالي نعرفها فكل ما يجد بينطبق عليه الشيء ده خلاص عرفت خلاص كده؟ يبقى ده مهمة او يتفهمه تبقى فاهم سيكولوجية الحلال والحرام عشان ما حدش الاخباط لك الدنيا حاجة مهمة كمان من سيكولوجية الحلال والحرام ان ربنا قال لنا في كتابه ان هناك مؤمنين مؤمنين بكتابه يحرمون طيبات ما احل الله يا ايها الذين امنوا لم تحرمون طيبات ما احل الله لكم فده اقرار في كتاب الله ان هناك بعض المؤمنين سيحرمون طيبات ما احل الله لنا حلو كده؟ وكيد هتبقى عارف بقى الطيبات اللي حرمت كتير في المجتمعات عشان كده ربنا قال لهؤلاء ولا تقولوا لما تصفوا ألسناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام يعني المفروض ان انا ما اقولش على حاجة حلال ولا حاجة حرام لان ربنا وضع تشريع فانا مش هفتي هو موضحها خلاص فيهم تقصوا دي احل لكم الطيبات شيء طيب اذا انا حلال مش هعدفتي بقى ولا هعدلو الطيب ده كده عشان هنتكلم فيها بعد شويه عشان اخليه وحش لا فانا القواعد دي واضحة في ذهني فما حدش هيعرف يلخبطني ولا يشككني ولا يخوفني حلو النقطة اللي بعد كده فرق ما بين الفعل والنية خلي بالكم دي نقطة مهمة اوي كقعدة عقلية وانت بتتعامل مع الناس دينيا انت بقى واضح فيها في حاجة اسمها فعل وفي حاجة اسمها نية خلاص كده هنمسك الفعل الاول الفعل في فعل حسن وفي فعل سيء وفي فعل محايد اركز معي بالعليك الفعل في فعل حسن وفي فعل سيء وفي فعل محايد طيب الفعل الحسن زي اننا النهاردة قدي لحد فلوس ده فعل حسن الفعل السيء ان انا اضرب حد ده فعل سيء طيب فعل محايد ان انا مثلا ابقى قاعد مثلا كده ده فعل محايد بهرش ده فعل محايد آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ فبقى الفعل بنيته هنا ماشي في اتجاه سلبي هتحاسب عليه يعني انا عملت هذا الفعل بنية تشتيت انتباهك لكي تسرق اه يبقى هنا النواية بتدخل حلو كده وبالتالي الاحتفال فعل حسن اصلا واحد بيحتفل ايه يس الله اكبر جمزة فعل حسن ايه المشكلة فيه انا بحتفل ده فعل جميل الرقص وهز الجسم فعل حسن اه ثانية واحدة بقى انا جيت كأنثى وقفت قدام راجل وقعدت استخدم هذا الفعل لكي اثير مفاتنة اه قافي هنا يا ما حدش يقول لي الرأس غلط لا انا لو قعد فيتها بترقص عادي الرأس ما فيش مشكلة خالص ترقصي زي ما انت عايز ارقص زي ما انت عايز فالرأس كفعل ما فيش مشكلة نهائي انا اهو برأس اهو ايه المشكلة يعني كفعل ليس فيه اي مشكلة ولكن النية لما تدخل ساعتها بقى هي اللي بتحدد واخد المفاجأة والله اعلم بالنواية واياك ان يتدخل حد في نيتك ليوهمك نية هو اللي شايفها والحمد لله ان الله هو المطلع على النواية وهو اللي بيحاسب على النواية فابتسم واهدأ عشان ما حدش يلخبط لك دماغك حلو كده يبقى مهم جدا في نوت دين فرق بين الفعل والنية في فعل حسن في فعل محايد في فعل سيء خليباك بقى لو حد عمل فعل سيء بنية وحشة بنية ايجابية هيتحاسب عليه يعني ما ينفعش اضرابك عشان علمك الادب ما ينفعش النهاردة اعمل غيبة غيبة اقصد ونميمة عشان احذر اهو للأسف هؤلاء البشر اللي عندهم المفهوم الديني متلخبط بيفعلوا افعال سلبية منهي عنها في الدين ويلبس عليهم ابليس لباس ايجابي يزين لهم هذا الفعل فيروه حسنا فيعملوا مصايب ويخشوا جهنم لانه ما انتبهش للقعدة دي فالافعال السيئة في نص ديني ليها مش هنقلف فيها وبالتالي مثلا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يعني ناهي ان انا اشتم قاليها تحد تانين او التريع عليهم او اصخر منهم الفعل ده فعل سيء فما جيش حد بنية اللي يعني ايجابية لا انا هشتمهم عشان بيين لهم قوتنا او عشان خليهم لا الفعل فعل سيء او ع حد يضحك عليك ويتدخل الشيطان لو وضع النواية عشان لخبط لك الدنيا فانتبه من القعدة دي خلاص خليها حلقة في ذهنك وحلقة واضحة طب الفعل الحسن انا ممكن اعمله بنية سيئة اه النية بقى تتحسب عليها يعني بعض الناس مثلا ممكن يقول لحد ايه ممكن يدخل مسلا حد النهاردة عامل عاملة مبارح وانا نية تفضحه حلو كده نية تفضحه فاقوم داخل اقيل له مبروك على الحاجات الحلوة اللي انت عملتها مبارح اه المباركة فعل ايجابي لكن انا بقول كده عشان الفة انتباه الناس ايه اللي وعملوا مبارح وكان بيعمل ايه وكان فين فيبدأوا يسأله فالخبر يتعرف وينتشر فانا عايز افضحه واستخدمت كلمه ايجابيه معايا او واحد النهاردة عامل حدثه وتقلم وتعبان فانا داخل بقول له الف مبروك بديله انا لعني فرحان فيه بقول كلمه ايجابيه ولكن من جوه انا عايز اقلمه نفسيا انا فرحان انه عامل حدثه او نتقلم او نتواجع فلا انتبه طب تعالى برضو مثال تاني الفعل السيء الضرب او الاذاء فعل سيء ولكن انا عملته كقصاص حد بيدربني بدافع كدفاع قانيتي الدفاع هنا اذا الدين عاملك مخرق انت بتدافع انت بتدرق حد جايلك يئذيك او مثلا حاكم او جهة مختصة بتعمل ايذاء كقصاص اها اوكي يبقى الايذاء ده فعل سيء بس اللي هو مسوغ ايجابي بيتعامل عشانه فعشان كده مهمة هذه القاعدة تبقى حلقة في ذهنك لان من يصدر فتاوي من غير ما افاهم دي انتبه منه بالله عليك لان الدنيا عندهم كلها عيمة يعني من ضمن العيمة يقولك اوكيه الغناء حرام انا ارشان لا في حيش فيه دين ايه بالراحة حالة الغناء انانانانانا فين الحرام اللي فيه حرام ايه فاللي بيقولك الغناء حرام وبيعمم اعرف ان هو اصلا هذا الفقهة بتاع التفصيل هو عنده فيه مشكله ما هواش مدركه لا يفقهه اصلا فهمتوا قصدي نقطه اللي بعد كده افهم الفرق بين الحرام لذاته والحرام لغيره ودي برضو مهمه جدا من اهم القواعد اللي حتى اي حد درس دين درسناها في الازهر زمان اي حد درس دين فهمها في حاجه اسمها الحرام لذاته يعني هو حرام والحرام لغيره يعني الشيء مش حرام بس الفعل اللي انا هستخدم هذا الشيء فيه هو اللي حرام يعني ايه الكلام ده يعني مثلا ربنا حرم لحم الخنزير هو حرام لذاته اهو لحم الميته الميته خلاص ميته وميت ده حرام لذاته حلو حرمنا عليكم كل ذي ظفر فالمخلوقات والحاوانات اللي عندها ضوافر هو ده حرام لذاته خلاص معروفة ايه ربنا اسم في القرآن بيقول ايه ان بعض الظن اثم فالظن ده اللي هو بيضيع العقل وبيخد الإنسان يعيش يتوهم عن الحقيقة ده حرام مصيبة خلاص كده وبالتالي ان انا مثلا وانت قولوا على الله ما لا تعلمون عملية ان نتكلم على ربنا من غير ما يبقى عندي علم دي حرام اللي بقت عادي في المجتمع دلوقتي للأسف ما بسمعش حد بيكلم عنها في المتحدثين في الدين لأنها بقى منتشرة جدا من المحرمات الكبيرة اللي ربنا جايب او بنازل فيها كذا آية ده حرام لذاته يعني انك كده تتكلم على ربنا وانت اصلا مش عارف المصدر اللي جبت منه العلم والعلم يكون ربناك هل قال عن نفسه في كتابه لعي معلومة واضحة كده من دماغك او بظنك لا دي مصيبة دي لوحدها أصلا حرام فدي محرمات واضحة خلاص طب الحرام لغيرهم يلا يا سيدي التلفزيون الكاميرا الغناء ده حاجة عاديها جدا محايدة لا هي حرام ولاه حلال فاللي بيغني له حرام ولا حلال اللي بيرؤص له حرام ولا حلال اللي بيحتفل له حرام ولا حلال اللي بيشوف التلفزيون لو حرام ولا حلال بس خلاص محايد تعال بقى انت النهاردة بتتفرج على التلفزيون على افلام اللي بالي بالك اهي دي غلط وصلت مشاهدتك سيد الاخرين بالمنظر ده ونشر الفاحشة بالمنظر ده غلط خلاص اتفهمت واحد النهاردة بيعمل كلمات اغنية عشان هركز معي بقى هو عاوز يوقع الناس في الكبائر وفي المصايب وبيستخدم الفاظ قذرة فيها فحش في القول اهه اقولك الحتة دي مش الغناء حرام دي لغيره فهمت قص دي واحد النهاردة بيستخدم كاميرا ولكن تصيره حرام لا يا عام فيه لكنها بيستخدم كاميرا وعمال اهتك ستر الناس وخبيها وصور الناس في اماكن معينة لفضحهم فيما بعد مصيبة سودة فانت مهم هذه القاعدة تبقى حلقة في ذهنك حرام لذاته وحرام لغيره يا الله يا سيدي الحرام لذاته واضح فيه النص فهل بقى الرقص حرام لذاته؟ الغناء حرام لذاته؟ الاحتفال حرام لذاته؟ الله عليك يقوم هما جايين لانه ده معروف اصلا مش هعرف يلاقي نص يقوم هو جاي بقى هو للأسف اللي بيركبلك النية السلبية ويوهمك ان انت بتعملها كده عشان يحرمها لك في ايه؟ يعني احنا ابتولينا للأسف ببعض الناس يعني بكل حب وبكل مهنية انا بشخص تشخيص نفسي دلوقتي عندهم امراض نفسية ده مش يتيمة ولا ده زي ما اقول حد عنده برد او بقول حد مثلا عنده مشكلة في الكلى انا مش باشتمه فلما اقول حد عنده مرض نفسي يعني هو لا يحسن التقبل اللي ما بيعرفش يسامح ده عنده مرض نفسي ده مرض نفسي عدم القدرة على العفو والتسامح ده مرض نفسي ده مرض قلب واضح يعني اللي عنده عدم ثقة في نفسه ده مرض نفسي خلاص امراض النفس في علم النفس اللي هي في القرآن اسمها امراض القلوب خلاص كده فكل ما يسمى امراض القلوب في القرآن اللي هي عندنا في المصطرة الحديث في علم النفس ما امراض النفس طيب فتلاقي بعض الناس دول عندهم بعض القناعات ان الحياة مشقة والحياة تعب والدنيا ابتلاء ومعاناة ولا راحة الا في الاخرة ده عنده خلل في النفس والله العظيم احترامي اقسم بالله مش قصدي اتكلم سلبي على مخلوق انا ما ذكرتش اسمه حد بس انا ما اتكلم ان فيه خلل في المفهوم النفسي جوه معايا فيبقى عايش المعاناة وعايش القلم ويلبسها باسم الدين وانا أكدتلكو كذا مرة ان الحالة النفسية والمشاعرية بتطغى على آ رائه الناس او نظرتهم للدين فانتبه من حته دوله الخليج الحالة النفسية او المشاعرية بتخلي الناس ممكن يفهم نصوص الدين غلط فعندما يفسق يعني ربنا قالت في القرآن حتى على القرآن وعلى امثال في القرآن كمان يضل به كثيرا و يهدي به كثيرا ايه ايوه ليه بقى وما يضل به الى الفاسقين ففي ناس بيفسقوا عن اوامر الله وبالتالي بيحصلهم خلل في النفس طاقتهم بتتلخبط فالادراك بيختل فيبدأ يقرأ ايات او ادلة دينية و يخدها بمعنى سلبي او اعنى مختلف في و يكون في خلل زي بصلا بعض الناس و ليسامحني يعني اللي بيعمل كده والله يبقى قولها بحب كتشخيص يجي يوم العيد و في الخط بتاعت العيد و يتكلم عن اهوال يوم القيامة ايه يا عم فيه يا عم و يتكلم عن الموت و القبر و العذاب و الاخرة و ايه يا عم فيه ايه يا عم فيه ايه والله العظيم انت لازم تزور حد متخصص في علم النفس انت كده مصيبة و اذا انت متصدر للدعوة دي كرسة و لازم الجهات المختصة تحسبك و ده يعني مسئولية انا بقى قلقيها على عاطق كل جهة من الجهات المختصة من يتحدى في ايام العيد على القبر ولا الموت ولا العذاب ولا الحساب ولا الاخرة باهوالها ولا الكلام ده لا يابد ان يحاسب و يتعامل معاه اجراء يعني قوي و يقرض على حد متخصص في علم النفس لا في مشكلة في خلل رهيب هنا كده معايا يعني هو مش كفاين و خليوا معايدين بس لا ده فيهم كمان يتكلم في السلبي يعني ايه ده يعني ده من الشفعة الاخر ربنا يكون فعون الناس و يكون اللي معاه ربنا يعينه يعني المهم فوالله انا بقول الكلام ده بحب انا لا اقصد وبكرر كلامي لا اقصد الانتقاص من احد ولكن لابد للجهات المعنية ان تاخد قرار حاسم مع من يفعل مثل هذا الفعل و اللي كان بيعمله يستغفر و يتوب ويراجع نفسه فمهم جدا نكون مركز في الحتة دي علشان انا بقواعي فلا يلبس علي اي حد اي نقطة و الدنيا تبقى عيمة كده و يدخلوها بطريقة عيمة نقطة اللي بعد كده تجاهل من يتدخل في النيات و يلويها باتجاه الحرام يعني مثلا انا النهاردة لقيت اخوة لي في الوطن مسيحيين مثلا او على اي دين تاني مثلا ساعات احنا عندنا في الامارات هنا الهنود نزبتهم كبيرة جدا يعتبر اعلى اكبر جالية في الامارات اعلى حتى عددهم اعلى من كل السكان او كل الجنسيات مجتمعها اعلى من سكان الامارات نفسهم كمان يعني يعني الاماراتيين عددهم اقل من الهنود في الامارات و كل الجنسيات اقل من الهنود فهم اعلى جالية موجودة فعندهم احتفال اسمه الديبالي ايه المشكلة بتعامل معهم فاجأ اقول له كل سنة انا معرفش هو ايه اصلا ولا بعملوا في ايه كل سنة طيب ربنا يوفقك يا رب واتمنى لك عيد سعيد ايه المشكلة انا النهاردة بعمل فعل بدخل بهجع الاخر فعل الابتسام فعل ان انا بهنيه وببركله على هذه السعادة اللي هو عايشها والمتعة اللي هو عايشها وبتمنى له سعادة اكتر ربنا هيديني طلاب على كده اده الفعل وادي النية يوم جايلي حد بقى من اللي بيلوي الاعناق النيات بمزاجه طب انت عندك مشكلة في النواية وعندك خدل في الادراك انا مالي مجيش تعمل لي الكلام ده بقى يوم داخل اعوذ بالله هل تعلم ان ديوالي معرفش ايه وبيقولوا عنه ايه وانت كده لما تقول له كل سنة انت طيب فانت تقرر ايه عام فيها او معملك اقول له ايه كل سنة انت طيب عندما تهنق غير المسلمين فانت تقول انت بتحتفل بعيد ميلاد الرب والرب لا يولد وما يقول له كده كل سنة انت طيب بقى انت يا عمه يا جميل انت متخيل بادراكك الجميل ان انا اللي اظن اني اعبد الله ولا قشك بيه شيئا وبرجع الناس لكتاب ربنا عشان يحسوا متعة الاتصال بالله الواحد الاحد انت بقى فاكر بدماغك وبعقليتك ان انا في احلامك هقول ان ربنا بيتولد ربنا يكون فعونك والله العظيم رجع ادراكك انا متخصص في علم النفس وبالمصاص هو بقولك انت عندك خلل في الادراك يا عمه ما تيجي ترقص معانا كل انسان طيب يا جميل بس خلاص خدها ببساطة خدها بهذه الحالة من يعني هما بيكالكعوا انت بسط هو بيدخم يدخل زي ما اتفقنا بقى الدنيا كلها عندهم لخبطة يلبس الفعل على النية وياخد اسوأ نية يلبسها لك عشان يجد مسوخ من وجهة نظره لانه يحرم فاعمل معا كده بالضبط حبيبي انا عندي ناس انا انسان باحسن للاخرين وانا انسان بحب ان الناس يكونوا مبتهجين ويكونوا سعداء وانا هعمل عمل لإدخال البهجة عليه فلما لايسعيد هقوله انا سعيد بسعدتك وانا فرحان لفرحك ويارب يزيد ايامك فرحة شكرا هذه نيتي التي يعلمها الله وهذا سلوكي الذي يعلمه الله بس خلاص انت بقى هتكلكعالي خليك انت وكلكعتك على جنب لا تعنيني ولكم دينكم وليدين خلاص بقى وخد دنيا ببساطة يعني شوف انا قلت في الاحتفال تبقى زي طفل فانت تعامل معا بطفولة عمه قرأ ايه عمه ايه عمه فيه يا عم الله ليه بس الواحد مبسوط والناس مبسوطة مبسوطة ما تكلكعليش الدنيا الله خليك اللبخ اللي عندك ده سيبك منه مش بتاعنا خالص وتعامل معا بهذه الطريقة هتلاقي ديليها ماشيت بسلاسة وببساطة رائعة نوصل لبعد كده من يحرم هو الذي يأتي بدليل وليس العكس هاي دي الجملة تاني قلتها في الفهم سيكولوجيه الحرام مفيش حاجه اسمها حرام كده بالاستنباط اللي يجيب لي حرام هو قعد فاكتشف ان دي حرام تجيب لي النص يا حبيبي فاكتل النص النص اللي بيقول لي ان هذا الفعل حرام او ان النية اللي انا كنت نويها كادخال السعادة والبهجة على غيري حرام بس خلاص جبتلي نص ان النية ان انا لقي اي مخلوق ان شاء الله لو بيعبد السرصار ان انا ادخل ادخل البهجة على نفسه خلاص كده لو في نية او في نص بيقول لي نية ادخال البهجة على حد حرام اه تعالى هاتلي النص او حد بيقول لي ان انا لما اتعامل معاه واديله مشاعر ايجابية واقول له كل سنة او انت طيب فالفعل ده حرام هاتلي النص لكن ما تقعدش تفتي تجيب لي الفعل هاتلي نص او النية هاتلي نص ما فيش كده اركن على جنب بقى ما تدخلش في النية بتاعتي وتعطي الوهالي بمزاجك انت يا سيدي لو انت رحت قلتلهم كل سنة وانتم طيبين فانت بتعترف بالسرصار الهي يبقى بعيد انت بقى ما تحملاش انت حرام عليك انت خلاص يبقى حرام عليك انت حلو لكن ما تجيش تدخل في نياتي انا و بالتالي لما يجيلك حد كمان يقولك ايه طب هاتلي دليل ان الاحتفال حرام اضحك قول لا حبيبي انت بس اساس دينك مش فهمه الى بيحرم هو اللي يجيب النص الاحتفال حلال هاتلي دليل ان الاحتفال حلال قوله بس انت حبيبي انت اساس دي لنك مش فهمه الاصل في الاشياء الاباحة حلو اللي بيحرم هو اللي يجيب النص وشكرا ورايح دماغك عشان تأثر الكلام لانهما بيتكلموا تلاقي كوبية وبستو يلا وبعين ايه والله العظيم دي حتة نفسية خطيرة تلاقيه هو ممكن يكون ابعد ما يكون لله وبيعمل محرمات قرآنية كتير وممكن تكون اهل وزعالين منه وفي العلاقات مصيبة وبيسرق حقوق الناس وبياخد حاجات متهكرة وبيتفرج على افلام بس هو بقى استاس بقى يدخل الشيطان بقى عشان يحسس له انك كده بتعمل الدين ادخل بقى اعمل المصايب دي فعشان يرضي الحتة بتاعته ان انا اجاهد في سبيل الشيطان ومشو اخد باله معايا طيب نقطع لبعد كده عدم وجود خبر بالفعل ليس معناه انه حرم الجزئية دي فيها حتة صادمة فلو سمحتم تقبلوها مني بصدر رحب ومن لا يتقبلها اركنها من الفيديو على جنب واخد الباقي واتبع احسنه اوعى تكون مفكر ان كل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه اوعى عشان يكون دقيقه اوعى تكون مفكر ان كل ما كان يفعله رسول الله وحواريهم وصحابته مكتوبه موجود عندنا دا لو وصل لنا خمسة في المية يبقى سايل فل خمسة في المية بس وكل ما يطفي بهجة وسعادة ويرفع الطاقة ويعلي القوة ويجعلك انسان ممكن في الارض قوي مسيطر على حياتك اتمسح بعمد حلو كده اتمسح اتمسح بأستيكا بعمد سانية واحدة بسم الله موبايل صحي اتمسح بأستيكا بعمد خلاص وربما عن عمد عشان برضه ما بقاش ايه انا ما كنتش مطلع عليهم خلاص كده فتلاقي مثلا مثال بسيط خطب الجمعة كلها يعني لو قلنا سيدنا عشر سنين هم 13 قول عشرة عشرة تحسب كويس عشرة في اتناشر بكام 12 شهر بمية وعشرين شهر مية وعشرين فاربعة بكام ها بربعمية وتمانين المفروض يكون فيه ربعمية وتمانين خطبه موجوده ها فين هما فين هما طلع لي خطبه كامده على بعضها بس اصلا اه ده حاجة الحاجة التانية كم من ناس اللي جم عشان يجمعه الاحاديف اللي جمع ستين الف و اللي جمع سبحين الف مسح وسببها اربع تلاف ومسح منفردا لو اعلم بك اتنييته ايه فيه يا جماعة حاجات كتير جدا تم مسحها تم محوها خلاص وتم تأليف بقى صحيح ومصحيح عشان فيه حاجات تمسح وحاجات تشغل وحاجات تفضل وبالتالي انت متعرفش يعني حتى كمان في في قادة كده بتقول قادة قرآنية ان لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فانت لما تلاقي اختلاف كثير تعرف انه من عندي غير الله يعني ايه كلام ده يعني تلاقي مثلا كتب السماوية القديمة هتلاقي كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا في الديانة الوحدة تلاقي كذا كتاب وكتب مختلف تعرف ان فيه لعب حصل لعب خلاص كده فتبقى حاذر وانت بتتعامل معاه طب تعالى بقى كده هل رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمنا كتاب فيه احاديثه قبل ما يموت ورجعوا وتأكد منه لا طب يلا في واحد اكتهد اسمه البخاري ومطلع الكتاب بعدد في واحد اكتهد تلميزه كان مفوض ياخد الكتاب بتاعه وشايره بقى لا كان عنده اعتراضات فعمل كتاب تاني وشايل يجي 700 منه فده قال وده كتاب برضه وفي واحد تالت عامل كتاب واحد رابع عامل كتاب وكتب كلها مختلفه في حاجات زياده وحاجات نقصه وحاجات هنا مش موجوده هنا فانت في ايه فده اكتهادات لكن اوعى تقولي من عند الله فتبقى حاذر وانت بتتعامل وتبقى مش عارف ايه اللي تشاره و ايه اللي تحطه و ايه اللي تاخده و ايه اللي ما تاخدش فعشان كده في قاعدة كنا بنقولها زمان و يعني ادعو من قلبي ان المتحدثين في الدين الان يرجعوا يقولوها لانهما لما خافوا ما عادوش بيقولوها خوفا شيطاني و خوفا اولياء فانتبه الله خليكو كنا بنقولها زمان ان الاحاديث الاحاديث المنسوب على رسول الله سلام ظنية الثبوت ظنية الدلالة محدش متأكد معايا وان القرآن قطعي الثبوت ظنية الدلالة ايه الدلالة دي اه بنختلف فيها لكن القرآن قطعي فكنا زمان انا فكر كنت انا في الازاعة وانا في المدرسة وانا في الجامعة لقى في المدرسة حتى في المدرسة انا صغير كنا بنقول حديث يجبرونا في الآخر buy ou كما قال رسول الله اقول النص وبعد ما خلص او كما قال رسول الله عشان ابقى امنت ما اش كذبت عليه لانهم كانوا ساعتها بيخشوا الله بجد لانهم عارفين اللي بيقول كذب عن رسول اللا دي مصيبة فانا بقول نصه في الاخر عشان ابرق ساحتي اقول او كما قال رسول الله اللقتي لاغوا الكلمة دي معتش بيقوله خالص فهمت قصه دي ففي لعب عمل يحصل وبالتالي انا مهم كده نكون مدرك بقى ان انا مش عشان حاجاتنا جتليش تبقى غلط وحرام ادي جزئية الجزئية التانية مش عشان العالم بيتطور وبيبتكر حاجات جديدة ففي الحياة بتاعتنا لربنا خلق اهلنا مقولش محدش بيعملها يعني بعض الناس ساعات والله العظيم في بعض العزومات يقولك يا انا مش هاكل بشوك والسكينة اصلا الرسول السلام كان بيأكل بايده مكانش بيأكل بسكينة يهم في ايه هو عشان هو عشان مكلش بيهم يبقى غلط ولا حرام في ايه فدول بقى في عقليات تتلاقف مجتمع كثير ولك ربنا قالها في القرآن ما سمعنا بهذا من قبل دول السلبيين اصلا ما سمعنا من هذا في ابائنا الاولين اهو ربنا اتكلم عنكم اللي عنده المنهج ده انا ما سمعتش حد قبل كده قال كده انا ما سمعتش اللي قبل كده عملوا كده دي عقليات غلط في القرآن دي عقليات السلبيين مش الايجابيين فيهم تقصوا دي فالعقلية دي عقلية مصيبة فيهم تقصوا دي وبالتالي لما انا ملاقيش حد عمل خلاص ايه المشكلة ان المهم ان انا ما عنديش نص بيحرم ما النهاردة مثلا بقى في حاجه اسمها يوم الام او عيد الام ايه المشكلة وبرضه بعض الناس خلي بالكم لازم يقلوزوا الدنيا كده يقولك ايه ما ينفعش نخصص يوم للعبادة يا راجل يا راجل يقولك احنا بالمفروض بنراعي الام كل سنة هنخصص الله يوم يبقى حرام ميقال كده انت بتفتي ازاي اذا كان احنا مخلوقين اصلا للعبادة وربنا مخصص ايام للعبادة فلو كان تخصيص ايام لتزويد العبادة حرام كان ربنا ما عملهاش عندك يوم عرفة وعندك لتلقدر وعندك ايام كتير ربنا مخصصها للعبادة لزيادة العبادة فايه المشكلة لما نسن سنة حسنة ان النهارده نيجي اليتيم احنا بنراع اليتيم فنعمل له عيد اليتيم ونيجي في اليوم ده الامة كلها تجتمع لزيادة عمل الخير اليتيم ايه المشكلة يبقى اسمه عيد اليتيم ويقولك محدش عمل اجام محدش عمل ايه مشكلة برضو ملاش علاقة ما هو اللي احنا عايشين في اليومين دول محدش عمله هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيطلع لايه في انستجرام لكن محدش عمله كان بيبقى قاعد في بيته بيكلم حد في امريكا في ايه وبالتالي لما انا النهارده بحكم التطور والتكنولوجي ابتكر حاجات واعمل حاجات فيها نفع فيها خير فيها حاجة ايجابية ايه المشكلة انتبه من هؤلاء اللي عندهم مشكلة وبيحراموا كولوجيك وسبحان الله تلاقيه في الاعياد والحاجات الي فيها بهجة بيتصدروا بقوة ولكن الحاجات الي فيها حزن او فيها ألم أسدزة بينشروا الألم بينشروا المعاناة يوم صبرة وشتيلة يوم سقوط الأندلس يوم سقوط فلسطين يوم مقتل الشعيد بعرفش مين يوم لن ننسى لن عايشين في الحزن رغم ان في القرآن ربنا نايا عن الحزن يعني احنا في الجامعة والله ربنا ما يوريكم كنا بنشوف بلاوي ايه يا جامعة في ايه يوم كذا يوم كذا يوم كذا محزنة وذكريات بقى يعودوا بعثوا صوروا واتقتل ازاي نحنا كنا عارفين أسامي أشخاص مع عمر في حياتي مشوطة عنهم ولا سمعت عنهم إلا من الجامعة يوم ما عرفش عايز دين القسام وما عرفش كذا فلان أيام بقى ويعودوا نشفروا بقى يوم ما تقتل وازاي وما عرفش مين ويوم ما دخلوا وقتلوا صحابنا وقتلوا الناس في صبرة وفي شتيلة وفي عذاب وصرايفوا والجحيم هتلاقيهم أسدزة في نشر هذه المعلومات وكل شوية بقى يبصوا في العالم المصايب وينشروا ويعيشوا كل سنة في هذه الزكريات ما هو عيد برضو بس يعيد بالسيق بقى بيعيدوها كل سنة بس بالحزن والمعاناة وتلاقيها عادي لكن لما حد يعمل بهجة يعمل احتفال يعمل فرحة يتصدروا ويالله هب جاهزين بالفتاوي اللي بينشروها اللي أصلا مسوغتها فيها خلل لأي حد عنده أبسط معلومات الفقه وعارف معلومات الحلال والحرام وعارف معلومات الفرق من الفعل والنية فاهم الدين مش كده حلو كده نطل بعد كده تتعامل ازاي مع أي حد بقى داخل بيحرم انتبه ممن يحللونا كل شيء لإخراج أسوأ شيء فيه يعني ايه الكلام ده في قاعدة بتقول كده لا تحلل كل شيء تحلل معناها من اللي بيعمل تحليل يعني علشنا ما حد يروح يحلل دم يحلل كده هاقول لكم هاقول لكم نقطة كده نقرحنا صغيرين واحد سكران فراح للدكتور فالدكتور قال له ايه يا عم الهباب اللي انت بتشربه ده انا طبعا هتعامل معاك ازاي دلوقتي انا عايزك توقف خمرة خالص وتجي لي بعد يومين عشان احلل لك البول قال له هونتو كده هادا كاترة تحرموا الخمرة وتحللوا البول المهم نرجع لموضوعنا ففي ناس بقى بيعودوا يحللوا ويفصصوا كل حاجة عشان يعيش الناس في ألم او في معاناة او في لخبطة فطلعت قاعدة زمان يقولك ايه حتى بيقولوها بعض العلماء كثير دلوقتي وفي مجالات التنمية الذاتية منتشر قوي يقولك لا تحلل كل شيء فالذين حللوا الألماس وجدوا فحم في الاخر لما قاعدوا يحللوا الألماس هو دقي وابرة تلع فحم فما تبغوصش الدنيا استمتع بي كده ففي بعض الناس بعود يحلل وايوه انت لما هتعمل للناس في العيد تهنقهم فأنت كده تقر باللي هو بيعملوه وأنت كده بتقر ايه يا عم فيه يا عم فيه يا عم محدش قالك حلل لي ولا هجيبك يوم القيامة تشرح لربنا انا بعمل ايه ركز في اللي هقوله محدش طلب منك تحلل لي ولا حد حشرك بيني وبين ربنا ولا ربنا هيجيبك يوم القيامة تشرح له انا كنت بعمل ايه فعلى جنب لو سمحت الله قدر بفعلي والله قدر بنيتي والحمد لله هو اللي هيحسبني خليك انت على جنب حلل مع نفسك انت عاوز تقعد تحلل لنفسك وتعيش انت في اللي انت عايزه براحتك لكن ما تجيش تفرده علي نقطة اللي بعد كده انتبه لكذبات التشبه ايوه هم اسادزه في الحتة دي بقى ركزوا معي مرة واحد من اصدقائي اللي اعزائنا بحبه قوي بالله وبحترمه جدا ومن اعز اصدقائي وين اختلفنا جدا في الفكر دايما نود نتناقش كده نقر ونقير يعني وبنحب بعض وبنعز بعض برضو كل فترة بنتكلم كده في الاعادة ومناسبات فجيت في مرة قمت عليه له ايه ده كان رد على حاجة الهالي بس انا كنت عايز اصدمه بتقول على فكرة الحمد لله واحد جرنا بوزي فانا جاي مبسوط وبقول له الحمد لله الراجل ده هيخش الجنه قال لي ليه قلت له جيه يوم العيد لبس جلابية ولبس ولاده جلابية وصورهم ونزلها عنده على سوشيال ميديا وجيه معانا ووقف في الجامع قاعد يتفرج وحضر معانا الصلاة وبعدين راح لما وزعنا حلويات وزع حلويات معانا واقعد يوزع حاجات قاعد يطلع فلوس و يدي عداية للناس اللي حوالينا وابنه كان فرحان جدا وبابا هاتلي يا بابا واقعد ياخد حاجات يوزعها للناس واقعد يوزع اللحمة مع الناس فوحنا بنوزع اللحمة على الغلابة ابنه قاعد يوزع اللحمة معانا فكده الراجل دخل الجنة لا تبتك جننت يعني ايه دخل الجنة قلت له في ايه مش انت كنت بتقولي من اسبوعين ثلاثة من تشبه بالقوم فهو منهم وتشبه بينا هو يعني ايه يعني ما هو النصه هو لو صح بفهمك هو تشبه بينا هو فهيبقى مننا وهيخش الجنة ايه لا لا مش كده خالص قلت له يعني انت حضرتك عايزني لو جيت في يوم رأس السنة عملت احتفال وجبت شجرة يبقى انا كده بتشبه بيهم واخش جهنم وهو لو جيه يوزع لحمة معايا مش هاخش الجنة انت ايه مخك ده في ايه لكلازم يتخبط لان هم دايما المقياس بتاعهم بيتب في السلبي اللي يدخل الجحيم عندهم زحليق للنار فاهم قصدي ركز معايا كده هم عندهم زحليق للنار هم كده من جوه نفسهم الناس تخش جهنم هو مش اخد باله يعني والله هو ممكن يكون مش مدرك فهو لو انت النهاردة كبت شجرة ولا حطت عليها شوية حاجات واحتفلت فانت بقيت يخرغ من الملة كلها عادي جدا ويدخل الجهنم لكن لو في حاجة انت بتعملها في العيد بتاعك حلوة المولد مثلا ولا بتعمل توزيع اللحمة في العيد وهو جه عملها معاك مش يخش الجنة ما بقاش تشبه لكن انت تشبه هو لا فهمته دول بقى اللي عندهم ميزانين اللي عندهم الفهم السقيم للمعلومات او النصوص الدينية فانتبهوا بالله عليكم حلو كده وبالتالي يخلي بالك من اللي عايشين في الموضوع التشبه ده وهتلاقيهم بيقوله كتير لما تشوف كده ابعت له الفيضة تفرج ويعيب اللي بتعمله استحي على وجهك على وجهك والله بحبك بس استحي على وجهك اللي بعده انتبه لتلبيس ابليس واعوانه يعني ايه الكلام ده طيب خلينا اول اقولك قصه كده مجهز الفيديو همخرج لما اقولك تزيعوا تزيعوا في دكتور اسمه احمد لطفي السيد ده دكتور من الفلاسفة الكبار رائعين حتى قال عنهم الدكتور عباس العقاد انه هو افلاطون الادب العربي حلو كده اسمه الدكتور احمد لطفي السيد وكان من الناس المحبوبين جدا كان بيعمل حاجات خير جدا يعني هو اول من لم تبرعات من الناس عشان يعملوا جامعة كان شايف ان لازم يكون في جامعة وهيئة علمية كبيرة تعلم المصريين فهو اول من جمع التبرعات لعمل جامعة والجامعة سموها الجامعة المصرية ثم هذه الجامعة بعد كده اتسمت جامعة فؤاد الاول ثم اتسمت بعد كده جامعة القاهرة حلو فهو هو كان صاحب اللبنة بتاعتها فالناس كان بتحبه قوي عنده اعمال خير كتير جدا كان منفق كريم خلاص والناس بتحب المجالس بتاعته فكان عنده شعبية رهيبة في ما تنسى بلوين في المنصوره هو اصلا من اهلية من بلدي يعني المهم ابن محافظة ان انا انتمي اليها في مصر فعلى فكه في مدرجات كتير في كذا جامعة باسمه مدرج احمد وطف السيد وقد يكون بعض الطلاب او مرا يسمعوا القصه دي فنصحوا بعض الناس بما انه محبوب والراجل عنده ثقل وعمال عايز الناس تقول رأيها وبيحارب الديكتاتورية وفرض الرأي بالقوة والكلام ده فكان عاوز الناس تكون ديمقراطية يعني ناخد افكار ونستشير الناس يكون في ديمقراطية فبد نصحوا بعض المحبين ان هو يدخل الانتخابات فهو كان فيز باكتساح حلو كده لغاية ما الشيطان اغرى بعض اعوانه من هما يلعبوا في المصطلحات والفكرة الجهنمية كانت كالتالي هو كان بيدعو للديمقراطية فبعض المنافسين ليه في الانتخابات بدأوا ينزلوا في المجالس في المساجد في الاهاوي تجمعات الناس في الاسواق يقول له الراجل ده والله كويس يا اخي ومحترم بس هو مشكلته بس مشكلته انه ديمقراطي يقول له يعني ايه يقول له تبعوش ديمقراطية يقول له لأ يقول لك يا اخي ديمقراطي يعني عاوز الست تجاوز اربعة يقول له ايه اقول له اه الراجل يجاوز اربعة وست كمان تجاوز اربعة ده ده كفر ديمقراطي ده يعني كافر ده عاوز كده ستات تمشير الجلب مزاجهم ده كذا وقاعدوا يلعبوا في مصطلح الديمقراطية في اذهان الشعب والشعب بسيط فالخبر انتشر زي النار في الهاشين الله 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 ده ديمقراطي ده الحق ده عايز ست تجاوز اربعة ده ممكن ست تجاوز اربعة رجالة ايه البلوي ده استخدر عظيم يا رب ايه الكفر ده وقاعد ينشر معلومات غلط ويربطها بمصطلح ايه الديمقراطية حلو فبعض الناس جون يسألوه كان عامل مؤتمر كبير كده فبعض الناس اما يقول له يا دكتور احمد ايه رايك في الديمقراطية اما يقول لهم الديمقراطية ده شيء رائع وشيء جميل وانا اسعى ان شاء الله ان مصر تكون بلد ديمقراطية وانا انشر الديمقراطية في البلد وكانت الطامة الكبرى الدنيا تقلبت والناس سابوا المكاد اللي كان او الحفل او المؤتمر وانشر الاموم فشل وخسر في الانتخابات وحتى قاعد فترة مكتئب مش متخيل ان الناس للدرجات دي يتلعب بعلوم حتى اتعمل فيلم يلا مخرج بعد ذلك اديني حتى كده فيلم ده اصلا ماخد من القصة حقيقية تم ازالة الفيديو احتراما لحقول ملكية الفكرية واللي عايز تشوف الفيديو هتلاقي اللينك بتاعه تحت في اسفل الفيديو ممكن كمان تعمل سرشه على اليوتيوب بعنوان ديمقراطي يعني كافر يلا بينا نكمل اللايف القصة دي بتتكرر كتير ومنهج الشيطان واحد في التلاعب بالمصطلحات عشان كده انا دايما بأكد لازم اوضح المصطلح علشان امنع الشيطان واعوانه في التلاعب بالمصطلحات دي يهم ايه اللي حاصل بقى يجي مصطلح زي ديمقراطية يتلاعب فيه مصطلح مهم جدا زي مصطلح قرآني والانسان القرآني هو الذي يتمسك بكتاب الله ويتبين بكتاب الله ليبيننا وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم فانا ممسك بالكتاب الذين يمسكون بالكتاب انا اوتي كتابي بيمينه طبعا المعنى الاصلي المعنى والذي فاما من اوتي كتابه بيمينه ده المعنى الحق من وجهة نظري لان انا باخد كتاب الله بيميني مش بالشمال مش بالآراء وآراء الاخرين كانوا لا اخده باليمين بالتدبر بالتفكر بالاوامر اللي ربنا امرني في القرآن اعمل معها القرآن باني اتلو القرآن باني اجعله هو اتبعه وامشي وراه ده اسمه اخذت الكتابة بيميني مش يوم الايامة همسكها باليمين والشمال زي ما قالوها في بعض الناس بالطريقة البسيطة دي ما احترامي للجميع فلما جيلي نص من هذه الكتب القديمة اللي مختلفين فيها وكل واحد عامل كتابة اللي عنده اكتر ولي عنده اقال لا انا معرفش كل واحد عامل كتب مختلفة وده اكتهاده وكل واحد كان بيمسح بمزاجه مش بمزاجه بمعاييره هو اللي حطها هو حط معايير مسح بها نصوصها عند رسول الله فانا معرفش ثم عن كده ناس تانية هي اللي استنبطت المعايير دي عشان تبقى عارفين يعني يعني بمناسبة العلماء اللي جمعوا الاحاديث كل واحد حط معايير بتاعه وما قالوش معاييرهم ايه وبعد سنين جمع علماء تانية هم اللي حطوا المعايير بعد ما قعدوا يقروا عشان يفهموا المعايير ايه شي تبقى عارفين المهم فانا دلوقتي عشان اكون مأمن نفسي برجع لكتاب الله لكي لا اكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه لانا فيها بياخدوا التراثة اكلا لما فدول ممكن يكون بيعمل حاجات فاكرها دين ويجيهم من الاعمال الاعمال اللي اعمال هتبقى سراب شت زي قلتها عشان كان الاعمال اللي بعملها تكون ربنا لقالها لو في اعمال ربنا ما يلهاش ممكن تكون دي من الاعمال اللي لما اعملها وفاكر نفسي مظبوط تيجي من الايامة وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هبقى منثورة لانا مش دي الاعمال اللي ربنا قالها وما اكثر اللي في الامة عايشين كده بيعملوا عمال كتير ملهاش نصوص في الكتاب اصلا فربنا يكون فعونهم المهم فانا ممسك بالكتاب وبرجع على النص اه ماشي مع الكتاب باخد بي مش ماشي مع الكتاب باسيبه فرحهم طلعين ان كلمة قرآني بيعنس في السنة وده مصيبه يحسك ان الكلمة قرآني سلبية فلما تسمع كلمة قرآني الان باسم القرآن بيتخضوا ده لعب ده الشيطان بيلعب بيلعبه في الالفاظ بيلعبه في المعاني من ضمن اللعب كمان تلاقيه مثلا يقولك بيبسي مثلا مش هاي دول يا سامي شركاتبه بس انا بتكلم لانا ده موضوع منتشر لك هوا ويلعب لك بمعنى كاشه ان يعملك مصيبه طب يا عم اقول ميا الغزيه مضره وخلص نفسك لكن هتعد اللعب بالمصطلحات دي هو اسلوب من اساليب الشيطان لعمل هاله سوداء وما اكثرها والله كان بيتوزع عندنا صور بقى وحاجات كل رمز شركة اللي كان بيدخلون انه كالكرسه ومصيبه ومعمول ده حد قاعد عشان كذا كانوا عادي معاهم في البيت ما شوالله عليهم يعني خلاص كده فمن ضمن الرموز دي مثلا الرمز اللي هيجي دلوقتي ده بص كده ده رمز من رموز يوم اسطلح على تسميته فالنتاينز دي او يوم الحب او عيد الحب رمز لطفل في شكل ملائكي وده السهمة طبعا قصة عيد الحب سريع هقولها كده بسرعة عشان ده برضو من ضمن الحاجات اللي اللي انا باعتبرها حاجات جميلة يوم خصص لان احنا نحب وننشر البهجة على كل اللي حوالينا فازود الحب في التعاملات مع ابويا مع امي مع المحيطين مع حبيبتي عاطفيا ايه المشكلة اه في بعض ناس بعملو فيه اخطاء الخطأ هو اللي خطأ لكن لما انا اخصص يوم لهذا الحب ايه المشكلة وبالتالي مهم جدا نكون فاهم بقى ان احنا عايشين في عصر النهاردة بيسموه او بيهتم بالسيمبلز يعني ايه او السيمبلز يعني ايه يعني بالرمز فتلاقي كل حاجة اللي هي رمز بقى الواتساب له رمز الاسناب شات له رمز فبيعودوا حط رموز بحيش انت تبصت بعارف دي ايه فالرمز ده ببص عليه عيد الحب الرمز ده ببص عليه تعرف ان ده انستجرام الرمز ببص عليه فاحنا عايشين الان في عصر الرموز فالرموز طغت يوم جاي ناس بقى من اللي بيحبوا عودوا يحللوا ويفككوا عشان يعمل لك مصيبة اه ده ده اله الحب في العصر الروماني اللي هو اصلا في اله حب اسمو اسكاليب بص تقريبا فده واحنا كده لما نحط الرمز ده احنا الان بندعو الوثاني يا عم فيه يا عمش توم انت عامل كده بالزبط يقول له ده رمز احنا النهاردة اصطلح على ان ده علامة حب وطفل لانه مبهج حب غير مشروط مش الحب القاظر او الحب الجنسي او الحب البلوة اصبح اكفل بلا اسكاليبوس بلا باسكالابتبوس كل اسمو ده طيب كده معايا لما تلاقي الشيطان بيدخل عشان يعملك وبعدين اقول مرد عدي رد كده اقوله طب تعالا بقى كده تعالا شوف الصورة دي ده رمز الطب يلا سيدي ده رمز الطب خلاص اه ده تا اسكاليبوس انا ناسف لانا لغبط مش ده الحب اللي حب باسكال اسمو ايه ده رمز الطب لما هيش الصورة كمان والصيدالة الاتنين مع بعضها وما شبه بعض ده وده خلاص كده المتعبان وعصايا يعني معايا ده وده خلاص شكرا ارجعني مخرج بقى فالرمز دلوقتي كلنا اللي دارس طب ولي دارس صيدالة الرمز ده لما يتشاف معروف انها صيدالية معروف انها مستشفى معروف انها حاجة متعلقه بالطب ينجيلك حد بقى اوبا ده اله الطب اللي هو الاسكاليبوس انا نخبط معايش في الاسماء اليوناني اللي معرفش مين وإحنا كده ويا ايوها الاطباء هتخش في ايه يا عم؟ وعملتوا كده ليه؟ فاحنا النهاردة زي ما اتفقنا في عصر السيمبلز او عصر الرموز وبالتالي احنا بنتحاسب بمعنى الرمز عندي مش بالبلاوي اللي في دماغ حد تاني اه كيوبيد اله الحب صحيح اشكريك المخرج انا هتلخبط نسيت معلش فالتاني ده كيوبيد صحيح اله الحب ولا بضعت صورة كيوبيد ولا ولا ايه يعني في ايه؟ هو رمز بخلاص اصطلح النهاردة اللي بتاع ايد الحب خلاص شكرا النهاردة ما يعني مفيش حد مفيش حد عائل اولك انا بعبد بعبد اله الحب ولكن انا في ايه يعني مات اله الحب يا عم؟ ايه انت النهاردة لما انا النهاردة عامل ايد الحب؟ فانت فاك ان انا وبصلي الظهر صليته لهذا ال اله الكيوبيد ده فاهمك يا عم انا مكنش عارف انك فاهمك كده والله العظيم سبحان الله يعني انا النهاردة انا بصلي المغرب او العيشة هدور فين قبلة اله الحب وصليله ما تدخلش في نياتي مهم يا عم ربنا شايفني بعمل ايه؟ بس تعمل كده عطول عيش طفولتك عيش ببراءة الحمد لله من ربينا اللي بيحاسب يا ربي لك الحمد انك من تحاسب وانك اعلم بالنوايا واعلم بالقلوب تهمت قصدي؟ وانك امرتنا فتبينوا حلو كده؟ في حال تغذية جدا ربينا حتى قال للناس دي فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تبقى حياتكم لها نادم في ناس فاكره انه هو هيندم على الفعلة بتاعتهم ده هو هيندم كندامة لان البلطان يبيندمش على عامل تأسيته احسن يستاهل هي مش كده هو هيبقى عايش الندم كحالة مصاحبة ليه في حياته وهذا الندم جزاء ما فعل فتلاقيه مثلا نادمان على الجوازة تجوزها نادمان على وظيفة بازت منه نادمان على فرصة عمل مجاتشي نادمان على فرصة يعيش محصلة حياته نادمان نادمان ليه عشان بيتهم الناس بالباطل بلا تبين لا يتبين طب اسألني ماذا تقصد اقول لنا الحمدلله وما في رمز اتفق عليه الناس انه هو ده بتاع الحب فانا اوكي بدي بنشر الحب لزوجتي لابني لبنتي لأبويا لأمي للمحيطين للناس لحتى المخلوقات والحيوانات فالحمدلله انا بعمل كده ودي سنة حسنة ادعو الله سبحانه وتعالى يشكرني على انه يجازيني خير عليها والحمدلله شكرا بس خلاص ولا حد يدخل يحشرلك ويلف ويعمل في ايام تقصدي وانتبه من هذي المصرحات هيوم بقى لك الشجرة والش شجرة اصلها سكت معرفش مين واصل النجمة اللي كازكت في ايام في ايام طب انت بتحط الهالة عارف الهالة محطوط ليه انا مرة والله العظيم كنا في يوم من الايام بناكل كراسون فوحك قال لي استغفر الله يا عام في ايه اللي انا مكنش بتخيل ابدا انا اتصدامت فيك طب الراحة قال لي انت عارف ان هذا الكراسون اللي عمله عايز يقول ان احنا طردنا المسلمين وقتلنا المعرفش مين فاحنا عملنا الهلال بتاعهم ساندويتش وبناكله ومتقل له بكت ربنا يكون في عونك تاخد في ايه في ناس كده بيحبوا يعيشوا في ان انا اشوه وادمر واسود المعنى عشان اعيشك في الجحيم عشان اطلعك بتعمله حرام وانا كنت قصة وامره في حيات اسمعها وزكاة الصح والغاية المالي احنا النهاردة هي اسمها كده والاكل اسمها كده خلاص من اللي عملها ده مات وراح مهما اطرح بقى ربنا يا حسبو في ايه وبالتالي انا دلوقتي مهمة تبقى عارف بقى ان انت اللي بيحسبك اله الكون اللي بيحسبك على فعلك فانت عارف ان الفعل حسن بيحسبك عن نية فانت مهمة تبقى اني يا حسنة ملكش دعوة ما حدش يخوفك ولا إلعابك ولا خضك وكن واقف على ارض صلبة ومنطلق انه طلب بعد كده لا تقبل شهادة ابدا ممن يقذف هقلوك قصة مهمة اقولها في الفايل ده نظرا لأهميتها الشديدة وانها كانت قالمتني في يوم الايام وانا قلتها كتير بس اعايز اعيدها للتذكرة كان في واحدة من علماء نتكلم في مؤتمر ما في دولة مش فكرة كانت دولة ايه فالمهم جبنا سيرة الكتب السماوية والاسلام فهي كانت متخصصة في حاجة اسمها الداوزنج بقياس الطاقات كده المهم فقالتلي بصراحة انا لما قست طاقة القرآن لقيتها عالية جدا ولقيتها في حاجة غريبة حصلت قدامي انها لقيت التفسيرات او الترجمات تاعت القرآن الفرق بينها وبين طاقة القرآن كبير قوي وده ملقيتوش في ايكتاب تاني بدون الخطف تفاصيل اكتر فالمهم بقولها طيب لما انت لقيت القرآن يعني طاقته عالية كده ليه ما دخلتش الدين ده قالتلي لا 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 بص وركزه في الكلام اللي هتقوله وشوفه الموضوع ماشي ازاي قالتلي دين ما زبطش شعوبه وخلاهم عندهم اخلاق وعندهم رقي وعندهم نجاحات وفي مصاف الدول الكبيرة انا خاف ادخله كيفان طبعا لا استاني استاني في ايه فئي نجي معلش قيتلي ما انت تبص على مسلمين احما تفرج عليهم بيجولنا وعلى فكرة اللي سافر واللي بيسافروا من العرب للدول دي هم اسوأ وابشع نموذج للدين بيروح هناك فانا بقولها بقى لا ساني ملكيش دعوة بالمسلمين شوفي النصوص لانه هم لا يطبقوا حلو كده وبالتالي طبعا انا مقصدش الكل بقصد يعني معظم الحمدلله في ناس نمازج رائع ونمازج ايجابية يحتذا بيها ماشاء الله عليهم يعني لكن الطاغي واللي بقى حاصل انا حتى كمان كان لعندي ناس قريب من اسبانيا ومن المانيا اللي بقى حاليا بيقولوا احنا بقى هنا عندنا حاسين بالعار من جنسيتنا من اللي حاصل من الدول من الناس اللي جم الاربع خمس سنين اللي فاتوا بقى وبيتكسفوا ونقول جنسيته عشان ان بقى عندهم معنى كده في العقل الجامعي ان دول طبقه قليلة جدا ولا ناس ضايع يعني الناس بتكسف منه وبتخاف منه وبتتحشاهم فالاسف المهم نرجع للموضوعنا فانا بقولها كده قايتلي ما انا بص انا خايفها ابقى زيوكو بقى يعني ايه قايتلي ما انا شكلي لو دخلت الدين ده هبقى زيوكو بعمل زيوكو ولو جيه حد يكلمني ههم يقول ليه لا لا ده الدين شيء وإحنا شيء تاني قلتلي ليه بيقولي كلمة ده ازاي قايتلي بص انا واحده مش المفروض المتحدثين في الدين عندكم هم اللي هم اكتر حد بيطبق الدين قلتلها يعني قلتلها لا بس قلتلها مش شرقت ليه بس ده مفروض بيكلم في الدين انتوا عندكو نص في الدين بيقول اااااااااااااااااااااااااااااا او نهي ديني يعني ان حد يتكلم على حد بالزنا او بالعرض يعني من غير 4 شهود وان لو حد تكلم على حد بلا 4 شهود له يعني عقوبه دينية قلتلها ايوه قايتلي تفرق كن ساعتها في الفالنتين كان من قريب يعني كان بعد الفالنطين بأيام يعني قالت لي تفرج العالم العربي المتحدثين في الدين عندكو طالعين بيكلموا على الاسيس الاسيس الراجل المحترم اللي عندنا اللي احنا بنحترم ونقدره على انه زاني طب فين اربع شهود دول طب فين يا بتوعي الدين انتو في اده رموز الدين بيطلعوا يتكلموا في التليفيزيونات وفي الاعلام على اسيس انه هو زاني طب فين و انا بدوري بقول لكل حد بيسمعني اذا سمعت اي مخلوق من المتحدثين في الدين بيتكلم في عرض حد بيغتاب حد بيقول على مخلوق ما زاني او كذا اعرف ان ربنا الف القرآن انه لو عقوبة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فاحذر انك تاخد دينك من الناس دي هعيد الجملة تاني اذا لقيت اللي بيتكلم في الدين بيغتاب عادي عنده الغيبة عادي و بيقص الله معايا و النميمة يطلع الملأ يجيب اسامي اشخاص يغتابهم عادي او يطلع يتكلم على ناس ويتهمهم بزنا او بالكلام ده فاحذر و ربنا قال اللي بيلقي التهم على الناس بالزنا بلا اربع شهود ولا تقبلوا او ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فنفذ امر ربك واحذر انك تاخد معلوماتك منه لان للأسف دينا اللي بتلخبط ليه؟ قدي اقول لكم حتى كمان طواما جبنا سيرة موضوع الحب احنا نتكلم على العيد فنمتكلم بقى على مختلف انواع العيد في الثقافات والمجتمعات في يوم الايام كان فيه هي قصة الفالنتاين ليها كذا كذا حاجة بسهما اشهر اتنين واحدة بتقول ان كان فيه قسيس اسمه فالنتاين وكان مسجون من احنا نرد احنا بقى نقديه الوقتي اه طيب الوقت بيجري طيب خاضر فكان مسجون من امبراطور اسمه كلوديوس والامبراطور ده سجنه فالحارس بنته تقريبا تعبط وهو يعني قاعد يسأله ويعمل لها ايه وبعد كده قاله وبعد كده هي جت فقاعد يتنقش معها عشان يساعدها فبدأت تخف فبدأت يتعلق بيه هو كان مسجون وبدأ يحس بحاله من الحب ومشاعر حب تجاهها فهو كان هيتقتل فيوم اعدامه بعت لها ورقة المخلص فالنتاين وان انا مخلص في حبك رغم ان انا هتقتل ورغم انه هيموت كان بيفكر في هذا الحب الجميل واعتبروه حب راقي ان الرجل هيموت والرجل هيتعدم ولكنه لازال مشاعره اياشا وبيعبر عن الحب باخلاص ومش بانانية ان انا كده كده هيموت خلاص فبعض الناس بيقولون دي القصه واخدوها فلما جوم يعملوا يوم الحب لقوا القصه دي خلاص نعتبر اليوم ده والاسم ده هو اللي بنسبلنا كمعيور تمام وفيه قصه تانية بتقول ان كلاوديوز داله هو الامبراطور ده كان وثني من ايام الامبراطورية الرومانية فكان بيحارب اي حد بيدعو لاي دين غير اي دين تاني سماوي فكان القسيس فالنتاين كان بيدعو للمسيحية وكان على ديانة سيدنا عيسى وكان الامبراطور ده بيحرم الجواز عشانه كان بيدخل حروب وقتال لدول بيغتصب اراضيهم وكان عايز الناس كلها مركزة في القتال ما يشغلش بقى ادناغه بعيلته ولا بولاده ولا بمراته فيبقى بتوعه ادات قتل وخلاص فرح محرم الجواز فالقسيس فالنتاين بيطبق منهج الدين الحق من الله سبحانه وتعالى على منهج عيسى فكان في السر بيجمع الناس ويدعوهم للدين ويجوزهم ويعمل لهم التشريع بتاع الجواز بتاعهم بقى او طريق الجواز بتاعهم او التقوص بتاعتهم الاحتفال بتاعهم فلما تعرف اخدوا هذا الامبراطور وقتله لانه كان يدعو لديانة سماوية وبيحلل الجواز والملك محرم الجواز يعني هو اصلا فعرفنا كمسلمين شهيد والمفروض ان احنا نقدر هذا الرجل المحترم الشهيد الذي قتل في سبيل الله ده على القصه التانية معايا فايه اللي انتو بتعملو ده في ايه وبالتالي الناس ارتقت ان انا لما هاجي اعمل اليوم عن الحب هخلط القصه دي انا بقى كاحمد عمارة معترض على الطريقة المبالغ فيها في التعبير عن الفقر للحب اتلاقي ناس عما بص اه ونفسي وعايز يعيش الحب انت كده مصيمة بعيش الفقر بقى انشر الحب على اللي حواليك حب بابا حب ماما انشر الحب واستمتع بيه عشان يأتيك اللي بعد كده و تبقى متفائل بان ربنا سبحة تعالى هيرزوك اكتر واكتر دي جزئية جزئية التانية ان عندي كمان اعتراض هو يعني لازم نخلد القصص الحزينة يعني كل قصة الحب المنتشر كلها جحيم كده كله ضرب ضرب ما فيش تيمة اذا كان رومي وجولييت مجا ولا طالو بعض ولا عانتر وعابلة ولا قص وليلة ولا كل قص كده مامش قصة حيلوة كده يعني قصة حد بيحبوا واحدة واللي اتنين يعني اخدوا فترة كده لغاية ما انتصروا في الاخر وحبوا بعض وعاشوا في حياة جميلة وخليفوا سبحانه ما يتنين خليها هي القصة المنتشرة يعني فيه المهم فلنقصوا لي ملتقوا بقى في ناس بيعودوا يجيبوا قصص ويسودوا الدنيا عشان يعيشوا في الجحيم المهم يعيشك انها غلط وحرام فانتبه وعيش هذه الاعياد الجميلة باستمتاع واشكر لله هذه المتعة الجميلة لكي يزيدك نعيم اكتر واكتر بعد كده استمع للفقهاء الوعين وتفكر في قواعد استنبطهم في كل عصر ربنا هيخلي في فقهاء وعين هيطلعوا بفتاوى يا جماعة عادي ممكن تقول لغير المسلم كل سواهم طيب وتهنيه والكلام ده كله اسمع للفتوى بتاعته واسمع هو بنا عليها ايه فتوته وهتلاقي ناس تانية ركز معاي كده بيتدخلوا في نيتهم وعوذوا بالله وعوان السلطاء تدخل في النية ده هتاخب منه الدين يعني واحد بيتدخل في نية حد والمنبطحون والمستنطرة بططون هو يعني ايه منبطحون يا عمو؟ يعني ماذا يفعل هذا المنبطح؟ معايا فهتلاقي ناس كده تقوم انت بقى تاخب من ده الدين يعني راجل لا يرقبونا في مؤنن الى ولا ذمة وحتى عنده الناس كده بيخسف يعني انا بعتبر اللي بعمل هذا الفعل ده من افعال المطففين المطففين اذا كالوهم ده المكيال في التجارة او وزنوهم بيوزنوا فخسف ميزان الارض ده مطفف فانت بتاخب منه الدين براحتك فإحضر مطففي هذا العصر لانهم كاثروا جدا انا فيه فيديو هنزلوكه تشغل قريبا بس انا انشغلت شوية وبجهزه كده تجهيز صح لانه هيبقى فيديو للتاريخ فازبروا عليه بس كده هيبقى ر بي جي ضرب بنار فانتبه من هؤلاء الناس وانظر ممن تأخذ دينك لا تأخذ دينك ممن يغتاب ممن يتدخل في نيات الناس ممن يخسف بميزان الناس الارض ويطفف ممن يعيش الجحيم والمعناه ويضخم كل حاجه فيها مصادر فرحه وبهجه ممن يعيش في الايجو الجامعي واصلحنا وهم وانخال اول ما تلاقي احنا وهم وعمال يعمل فرقة اعرف ان ده مش المنهج الديني المنهج الديني ربنا قال لنا قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء فتعالوا بقى نشوف كلمة سواء الا نعبد الا الله خلاص وبالتالي انا بنتجمع على كلمة سواء وكل واحد بقى بيعمل حاجه تانية بتاعدكم ربنا يا حسبك عليها فكر لكن تعالوا نتجمع الى هنا وإلهكم واحد شكرا بالنادي على المختلف على المتفقين عليه بنتجمع على المتفقين فيه في بقى بعض الناس في منهج الموروث بيكلموا في المختلفين اعرف انه بيخالف منهج القرآن سيبك منهم واذا اتبعتهم والله هتلاقي انك مشاكل في الحياة مشاكل في السعاده مشاكل في الرزق مشاكل في العلاقات وهتشوف في حياتك فنتبه بالله عليك وكون واعيا نطل بعد كده استمتع بثواب ادخال البهجة على من حولك استمتع بهذا الثواب الجميل ان انت تدخل البهجة والسعاده على كل اللي حولك لانك كل ما تنوي ايا كان دينه حتى لو بيعبط الصرصار انا النهاردة نيتي ادخل عليه البهجة عارف ليه لما انت اي حد بيلاقيك نيتك تسعيده وفرحان لفرحه هيسمع منك هيحبك فلما يحبك الطاقات هتتلاقى فعندما اتتلاقى الطاقات ممكن كلمه منك تفيده ممكن كلمه منك تشغليه مخه يشتغل ممكن تستفيد منه حاجه حلوه ما تبصش بتعالي كمان ما انت ممكن تلاقي عنده حاجه جميله تاخدها وياخد منه حاجه جميله تاخدها ممكن تستفيده حلو كده نظرة التعالي دي وانا خير منه نظرة ابليس فاول ما تلاقي حد بيعززلك جواك حتة انا خير منه دي ايه لقى منه ده منه عاج ابليس في همتقص دي وبالتالي خدها قاعدة كن ممن يستمع القول فيتبع احسنها وبالتالي هتبدأ يوم بعد يوم تتدرج في السعاده والراحه بإذن الله السلايد اللي بعد كده بقى عدد الاعياد في الاسلام تعالوكم مفاجه جهة سريعة جدا يعني يا ترى عدد الاعياد في الاسلام قد ايه هنقولها بسرعة عشان نخش بقى على بعض الدلائق المهمه ونخرج ديه اه مفاجه عايزين نعملها ان شاء الله لفتره الجايه اولا خلي السلايد الشغلاء يا مخرج ما تطلعش الا ما اقولك واحد عيد الاطحى اتنين عيد رمضان انا ما بحبش اسميه عيد الفطر لان عندي عندي حاجه كده في موضوع انا فرحان بالفطر والفطر ده شهوه يعني معايا فانا اه 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 خليك عليها انا بحب اسميه عيد رمضان وفيه نصوص احاديث اصلا اسمه عيد رمضان ايام التشريق يوم عرفة ايام الجمعة وعددها اتنين وخمسين يوم في السنه تقريبا وبالتالي عدد الاعياد رسميا في الاسلام تمانية وخمسين يوم وهنضيف عليهم تانيه يجيب بعد شوية دول اقرهم الدين يعني عندك تمانية وخمسين يوم لاي شخص مسلم لاي شخص مسلم الايام ده عيد مهم تعمل فيها الخطوات اللي قلناها للاستمتاع ببهجة العيد بالراحة بالسعاده بانك تكسر الروتين فيهم بصوره رائعه تعالهم بص كده سريعا كده في النصوص الدينية اللي بتتكلم عن العيد ناخد القرآن ثم نطلع من بعض النصوص التي تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بالقرآن بسم الله ادلة دينية قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صورة المائدة الآية دي كانت من الآيات اللي شدتني في يوم الأيام وانا بتدبر وقفت عندها كذا مرة وشكيته معقولة ركز معايا كده أول حاجة خدت بالي منها ربي أنزل عينها مائدة من سماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا ده رسول اللي بيقول كده والرسول ده عارف ان الآخر هيجي أحمد وهيجي رسول تاني فمين آخرنا اللي هو بيدعي وبيقول عليهم دول ان المفروض يكون عندهم العيد ودي الآية الوحيدة اللي فيها كلمة عيد في القرآن معايا عيد احتفال مش يعيد فيه يعيد وقاعد وكما تكلم على كلمة عيد بما ان العيد بقى اللي احنا فاهمينه دلوقتي فدي الآية الوحيدة في القرآن اللي بتكلم على العيد خلاص تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا فقلبي كان مائل ان ايه ده يعني المفروض ان احنا نتخذها عيد هاته اول ملاحظه تاني ملاحظه ده اصلا ربنا مسمي صوره من اكبر صور القرآن بالهيد بالمائدة ده اشعارة جبارة ودي آية من آيات الله ايه ده خدوا المفاجأة والثالثة كل ما يتعلق بالمائدة اتمسح من كل الديانات لا المسلمين بيعتبروها ولا المسيحيين عندهم حاجه مكتوب فيها في الاجيل الموجوده حاليا ولا حد نعم ده الشيطان لعب لعب في سر ما في موضوع هذه المائدة التي انزلت من السماء واللي عيسى الرسول بيقول تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا حلو كده فقلتها معقولة يعني يا غادي احمد انت الوحيد اللي فكرت اخيرنا دي يعني يا في ايه طب ما اتعاد ادور كده في الكتب اللي بتتكلم في القرآن هل في حد شاف اخيرنا دي معناها ايه؟ ويوميها انا بحثنا كان من زمان بس انا جمعتوا الوقتي في سريعا كده في بعض الحاجات منه يعني اشان ما اطولش عليكم فتصاروا كده بسرعة علماء قالوا عليها ايه الاية دي بسم الله خليل الصلاة سريعا يا مخرج تكون لنا عيدا اي يكون يوم نزولها عيدا قيل هو يوم الاحد ومن ثم اتخذه النصارى عيدا وقيل العيد السرور العائد ولذلك يقال يوم عيد فكان معناه تكون لنا سرورا وفرحا لأولنا وآخرنا بدلا من لنا بتكرير العامل اي لمن في زماننا من اهل ديننا ولمن يأتي بعدنا وقيل يأكل منها اخر الناس كما يأكل اولهم ويجوز للمتقدمين منا والاتباع ده في الكشاف الزمخشري قال السدي اين اتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا ومين لبعدنا وقال سفيان الثوري يعني يوما نصلي فيه وقال قتادة ارادوا ان يكون لعقبهم من بعدهم وعن سلمان الفارسي عظة لنا ولمن بعدنا وقيل كافية لأولنا وآخرنا ده في تفسير القرآن العظيم ابن كثير ان يكون يوم نزولها عيدا نعظمه وقيل العيد السرور العائد ولذلك سم يوم العيد عيدا وقرئ تكن على جواب الامر لأولنا وآخرنا بدلا من لنا بإعادة العامل أي عيدا لمتقدمين ومتأخرين روية انها نزلت يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى عيدا ده في انوار التنزيل واسرار التأويل للبيضاوي نتخذ اليوم الذي انزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا ديالها قتادة والسديدة في النكة والعيون الموردي واختلف المتأولون في معنى ذلك فقال السدي وقتادة وابن جريج وسفيان لأولنا معناه لأول الأمة ثم لمن بعدهم حتى لآخرها يتخذون ذلك اليوم عيدا وروية عن ابن عباس ان المعنى يكون مجتمعا لجميعنا أولنا وآخرنا قال وأكل من المائدة حين وضعت أول الناس كما أكل آخرهم درأي تاني داف المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية قوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وقرأ ابن محيصن وابن السميفع والجحدري لأولنا وأخرانا لأولانا هم قرأوا كده لأولانا وأخرانا برفع الهمزة وتخفيف الواو والمعنى يكون اليوم الذي نزلت فيه عيدا لنا نعظمه نحن ومن بعدنا ألها قتادة وألها سدي وقال كعب أنزلت عليهم يوم الأحد فاتخذوه عيدا وقال ابن قتيبة عيدا أي مجمعا نجمع فيه يعني قال الخليل ابن أحمد العيد كل يوم يجمع كأنهم عادوا إليه وقال ابن الأنباري سمي عيدا للعود من الترح إلى الفرح ده في زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي وقوله لأولنا وآخرنا يعني قبل زماننا ولمن يجيء بعدنا الكشاف والبيان للثعلبي قينا نتخذ يوم نزليها عيدا يدور كل عام لأول الأمة ثم لمن بعدهم التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الغرناطي قوله تعالى تكون لنا عيدا وقرأ ابن محيسن ده خلاص قلناها قبل كده اه دي متعدا معلاش طيب المهم كل كل الآراء دي ممكن انا ممكن اعمل كده انت بقى وقف عايز تقرأ وممكن كده بقى وقف لو عايز تقرأ ممتاز اه طيب ارجع لي يا مخرج انا طيب ركز معاي كده طبعا موضوع المائدة ده في موضوع كبير فانا يعني في اخر الفيديو هقول مفاجأة هقول قصدي مسابقه مهمة قوي لمن يساعدني في الموضوع لانا هبحث جدا في موضوع المائدة ده وهعمله بحث مطول لان الموضوع عيد معناه كل سنة مش معناه كل اسبوع والموضوع اكبر من موضوع حد فعيسى واللي معاه ربنا سماهم المسلمون من قبل ونحن اخر هذه الامة فموضوع العيد ده مهم لازم نبحث فيه بعمق ان شاء الله تعا نشوف بقى بعض الادلة في الاحاديث المنسوبة لرسول الله عن كيفية تعامله مع العيد وإيه المفاجآت اللي بعض الناس كانوا بيخبوها للأسف او ميجيوش ترتها اللي بتتكلم باريحية وبحبه عادي وقد تكون صادمة للبعض وهي نصوص موجودة في كتب التراث يلا بينا بسم الله عن ابو بكرة نفيعن ابن الحارث شهر عيد لا ينقصان شهر اعتبر الشهر كامل عيد وفي رواية تانية من حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة ده في صحيح مسلم لان احنا بنقض شهر كامل نصوم وفي الاخر بنعمل عيد يعني احتفال وفرحة وسعادة باستكمال الصيام وإتمامه عن ابي سعيد الخضوري لا صوم في يوم عيد ده في ابن حبان ركزوا معي بقى انا انا قلتلكم في الاول عشان من سمات العيد ان انت تبقى بتفرح بتكسر الروتين فعشان كده اصلا منهي ان في يوم العيد تصوم ما تجيش تقعد تعملي عبادة صيام في عيد ده يوم فرحة يعني اخرج افرح ده حتى بالامر الناس والولاد والستات يخرجوا عشان انت مطالب تفرح تستمتع ما تجيش تعملي نسوك في العيد وبالتالي اصلا الدين بيحثك تكسر الروتين وانك تستمتع وانك تبتهج وتعمل حاجة فيها بهجة فمهم انك تكسر الروتين ارجع بعد كده عن جابر ابن عبد عن ابي سعيد الخضوري اه خلاص عن جابر ابن عبد الله كان اذا كان يوم عيد خالف الطريق ده بيحكي عن سيدة محمد صلى الله عليه وسلم كان لما يمشي في الطرق لو يوم عيد اللي هو بقى ايام اللي قلناها الثمانية وخمسين يوم كان بيخالف الطريق وبيعمل حاجة مختلفة عن ابي هريرة قال قال رسول الله سلام يوم الجمعة عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم الا ان تصوموا قبلها وبعدها وظالميا يتكلموا ان لو واحد بقى عمل روتين وصادف يوم العيد فخلاص ام خلي يوم قبل يوم بعد وطول ما انت عامل اصلا سيستم لكن الاصل ان في ايام العيد والاحتفالات لا صيام وابتهج لكسر الروتين عبدالله ابن عباس عن عبدالله ابن عباس قال رسول الله سلام ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الجمعة فليغتسل وان كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك عن عائشة ام المؤمنين قالت دخل علي ابو بكر وعندي جاريتان من جوار الانصار تغنيان بما تقاولت الانصار يوم بعاف فقال ابو بكر ام ازمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اما بكر يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ركز معي كده بالله عليك عشان النص ده جميل جدا ورائع وانا اعتب حفيجي سنة كاملة من خمستاشر سنة تقريبا تقريبا من 2008-2009 حاجة زي كده دخلين على عشرين سنة المهم فركزوا بالله عليكم اولا جاريتان بعض العلماء اخدوها وقالوا خدوا المعنى في اللغة العربية من الجارية والغلام اللهم الصغيرين هم عايزين خلوهم عيال صغيرة ولكن لما لما انا بحثت في نص تاني سيدة عائشة قالت حمامة وصاحبتها حمامة قالت اسم الست فقعدت في مرة كان في التوقيت ده انت مكانش قوي عادت سألت كذا حد وعملت فيلم كده عشان انهور مين حمامة دي ومين الست اللي اسمها حمامة وكات المفاجأة ان الست دي الاسمها حمامة هي كانت جارية بالمعنى انها خادمة عارفين الجواري؟ مش معنى عائل صغيرين فانها جارية معناها خادمة وهي كانت ام سيدنا بلال رضي الله عنه فهي ام بلال اللي كان بيأذن يعني ست كبيرة خلاص وان عشان هي كبيرة وكانوا بقى بيغنوا بالدف وكده وفرحنين بالعيد فسيدنا محمد كان قاعد سيوم براحته ومشان مكسفوش ومغطي وشه لانها مش طفلة فبراحتكو فيه انتقصوا ديه؟ انت متخيل دا ايوم عيد معايا؟ بهجة ايه المشكلة؟ اعملوا انتوا عايزينو؟ وخد المفاجأة قبل الاسلام ما يدخل المدينة كان عندهم مجموعتين الاوس والخزرج خلاص؟ قبيلتين يعني كان منهم حروب على مادة تقيمة مية وتلاتين سنة حروب قاتلة لغاية ما جيف يوم يوم بعاف دا بعاف دي منطقة جنب المدينة فحصلت حرب شعواء المهم اتقتل منهم ناس كتير جدا 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 وكان دايما الخزرج يتهزموا فدايما هم اللي فازوا في المعاركة ديه المهمة في الاخر بعد ما حصل قتل كتير وكذا حد كبير منهم اتقتل العقلاء اتجمعوا وعملوا يوم انهاء الحروب وسموه يوم بعاف خلاص دي اخر حروبنا وبقى عيد عندهم عيد لايقاف الحروب وبقوا كل يوم بعاف يعملوا اغاني خد المفاجأة بقى دا دا مش في الاسلام هم بيغنوا في اغاني عندهم زي يوم التحرير كده عارف لما دولة تعمل عيد تحرير خلاص عيد استقلال وبيعملوا اغاني فيه فكانوا الجاريتين بيغنوا الاغنية بتاعت عيد بعاف او يوم بعاف عادي وسببهم عادي جدا وخد المفاجأة اللي بعد كده ما يطلق عليه مزمار الشيطان كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيسمعوا في بيته عشان في بعض الناس عندهم الفكر متشألد يقولك مزمار الشيطان يقولي يا عم دا الحديث دا بيقولك ان سيدنا محمد كان يسمع ما يطلق عليه العرب مزمار الشيطان في بيته دا دا اقرار يا بتوع السنة الفعلية ها موسيقى مزمار وفي نصوص تانية بقى النص دا مكتوب كتير في البخاري ومسلم وابن حبان معظم كتب الاحاديث اه وفي دف ويدفين طاك تاكوا بيغنوا فرحانين المشكلة فرحانين مبتهجين ايه المشكلة فهمت قصدي لانه عيد فانت في العيد مهم تعمل مظاهر البهجة مظاهر الفرحة ودي من السنن اذا شيئنا سميناها سنن هنعمل ان شاء الله الرحمن سيكون جيد سننة بعدين في يوم الايام فمهمة تبقى فاهم ان دا من الدين حد بيعونه دا دي ولو حد جي عاملوا النهاردة وجاب لولاده حد يغنيلهم وقعد معهم طبلا ويغطك تك فرحانين ها هيقول عليك ايه يقولوا ليقولوا تبتخشى مين دا انت مفروض تعمل كده وتشكر ربنا على هذه النعمة يا ربي لك الحمد والشكر انك انت الله تمانية وخمسين يوم من ايامنا في السنة فيهم احتفلات جميلة فيهم بهجة فيهم رواءان اخرج بيه او فيهم برا المألوف و برا الروتين ارجع المخرج بعد اذنك عن عمر بن الخطاب قال كعب لو ان غير هذه الامة نزلت عليهم هذه الاية لنظروا اليوم الذي انزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدا يجدمعون فيه فقال عمر ايه اية يا كعب فقال اليوم اكملت لكم دينكم اللي بتقول اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا فبيقول بقى قال عمر قد علمت اليوم الذي انزلت فيه والمكان الذي انزلت فيه يوم جمعة و يوم عرفة و كلاهما بحمد الله لنا عيد ده في تفسير الطبري فيهم تواصدي ده الاصل احنا عندنا جمعة عيد المفروض عشان كده خلي بالكم يوم الجمعة ربنا الناس كانوا بيصحوا زمان بدري من بدري جدا مع شوق الشمس فبيشتغلوا بيروحوا في الاسواق و خاني يوم عمل فربنا قال لنا نعمل ايه بقى ركز معايا بقى انت بتشتغله و في الشغل بتاعك طول النهار و بعدين نودية للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع خلاص اسعى لذكر الله و ارجع بقى كده بقى سيب البيع احتفل غير اليوم وصلت وبالتالي مهمة تبقى عليك ان اليوم ده خلاص اترك بقى خلاص ارجع او ميه معاد النودية للصلاة من يوم الجمعة اترك اترك البيع اسعى للذكر ثم رفع عن نفسك ثم اتخذ وعيد واستمتع وعمل في زي ما قلنا الخطوات اللي بتكسر كل الروتين عشان تبدأ اسبوع تاني مبتهج فانت عندك بالدين كل اسبوع عيد وعندك سبعة وخمسين عيد هنضيف عليهم عيد تاني لما نبحث فيه ان شاء الله ونطلع او معاده ايه حلو كده بعد كده الصيد اللي بعد كده ده نفس النص اه بس هنا بس شان اوليكم حتة الكشف واجهه عن عائشة توم المبنين قال ان ابا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في ايام منه تغنيان وتدففان وتضربان شوف هنا اضافتين اهو بيدف و بيدرب و تندندندندن عامين يعملوا ايقاع و مستمتعين خلاص اه والنبي صلى الله عليه وسلم متغشن بثوبه خلص مغطي وشه شوف برحتهم معايا فانتهرهما ابو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد و تلك الايام ايام منا وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني و انا انظر الى الحبشة و هم يلعبون في المسجد فزجرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم امنا بني ارفدة يعني ماذا الامن ركزوا معاشا دي حتة مهمة اوي 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 المفروض المسجد هو المكان اللي فيه التوازن انا بعبد ربنا و بستمتع و بعمل حاجات حلوه فكان فيه ناس بيقرؤوا ناس كانوا بيتعلموا كان بعد كده قبل كده بيجيبوا بيدرسوا علم في المسجد ممكن يدرس فيزيا و كيميا و جغرافيا في المسجد معايا ممكن يعملوا احتفالاتهم في المسجد ممكن يعملوا حفلة عرص في المسجد و يعملوا حالة فيها الغناء و اللعب و اللهو ده كان الطبيعي مكانش فيه الكلبشة اللي موجودة ايامينا و دلوقتي ديانات كتير بتعمل كده فيه دول العبادة بتاعتهم محظين على التوازن ان انا اه فيه عبادة لله و فيه حالة من البهجة و ممكن اعمل متعة و اعمل حاجات حلوه فيه المكان مخصص للعبادة فكان السيدة عايشة يقولوا بقى ان يوم العيد ده كانوا الحابشة بيلعبوا عمين يلعبوا فرحانين بيتنططوا فهجيبلكم نصوص تانية بعد كده كانوا بيعملوا ايه فكان عايزة ببص عليهم فكان سيدة محمد بيسطرها عشان يقعد براحتها كان البيت بتاعهم جوه المسجد تاكيد هي قعدة بلبس مريحين فكان بيسطرها عشان ما حدش من بالا يشوفها و هي تتفرج عليه ما بيلعبوا و بستمتعين في العيد ده الشكل السوي الطبيعي الجميل الطيب لاحتفال العيد النص اللي بعد كده عن عائشة او ام ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد فسمعنا لغطا و صوت صبيان فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حبشية تزفن والصبيان حولها وحده ست حبشية بتزفن يعني فرحانه وما ترؤس كده معايا فقال يا عائشة تعالي فانظري فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت انظر اليها ما بين المنكب الى رأسه فقال لي اما شبعتي اما شبعتي فجعلت اقول لا لانظر منزلتي عنده اذا طلع عمر فارفض النقس عنها فاني لانظر الى جلاطين الجن والانس قد فروا من عمر الخطاب قالت فرجعته ده موجود في السلسلة الصحيحة وفي تخريج مشكلة المصابيح يعني رجع كده بهدوء يعني واحده ست فرحانه مبسوطه وقعده كده تعمل اهتزاز بمتعة لتزفن يعني 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 تقول قصو بيان فرحانين عميني القصو حواليها فرحانين فسيادة الحمد للتعاية تعالي تفرجي فهي سند عليه فبيقولها انت مش بعتيش قيت له لسه لسه وهي قعده محمله عليه فبتقول بقى فانا قعده مستنيا ما شوف غلوتي عنده قد ايه وعمل اتفرج فجي سيدنا عمر البعب وكله كان شيك 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 لان كان قاسي وكان شديد شفت المنظورين ده منظور الرسول ومنظور حد واخد شدة واخد قصوه بقوه فهمته قصدي وبالتالي ده نص بيبين لك الشكل السوي الطبيعي الجميل المتوازن اللي ممكن يكون بيحصل في كل اسرة في كل بيئة في كل مجتمع متجمعين وعندهم حالة من السمر والجمال والدندنة يعني مسلا عرفين الدبكة وعرفين لا في رأسات جميلة رائعة تفننوا استمتعوا في حاجة شيك وفي حاجات مبالغ فيها فجة فانت بتنتقي باستمتاع وبهجة وبتشكر لله سبحانه وتعالى هذه النعمة النص اللي بعد كده عن عائشة أممين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغة وصوت صبيان فقام صلى الله عليه وسلم فاذا حبشية تزفنوا ده نفس النص طيق اعلى نفس النص ماليش نفسنا الترمذي نص تاني عن أنس بن مالك لما كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله في مية بكر لو سمعت كده ديا بس اشرب ثانية واحدة بسم الله شكرا جزيلا وبارك الله فيك لما كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويقولون محمد عبد صالح فقال ما يقولون قالوا يقولون محمد عبد صالح ده في ابن حبان وابد داود ونسيه وأحمد ارجع يا مخري بعد اذنك يعني الحبشة كانوا فرحنين لما شافوا الرسول وقعدوا يرقصوا ويغنوا اغاني بالحبشة فهو مش فاهم ايه اللي بتقال اعرف ما تخيل كده مثلا انا بقول لغا فرحنين بهجة هزيلا حمد ابتسم وبيسأله بيقولوا ايه بيقولوا محمد رجل صالح محمد عارف انت ايه يا ايش يا ايش محمد مثلا فرحنين بيعملوا احتفال بيعملوا رقصة ايه المشكلة وبالتالي دا تعبير جميل راقي عن حالة البهجة وحالة الاحتفال اللي بعد كده عن عائشة أم المؤنين جاء حبش يزفدون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبيه فجعلت انظر الى لعبهم حتى كنت انا التي انصرفت او انصرفت عن النظر اليهم دا في صحيح مسلم طيب اكتفى او نكتفي بهذا القدر من اللايف مش عايز اكون طولت عليكم يعني انا اردت ان انا اعمل اه يعني اه من وجهة نظري معلومات تحث على البهجة اقول لي عايز تقول حاجة تحث على البهجة وعلى حالة السعادة وزي تفهم سيكولوجيت العيد انها جاية تكسر الروتين وترجعك طفل كن طفل عيش بطفولة وبراء خلي الطفل اللي جواك يوم الاحتفال هو اللي يخرج وملكش دعوة من متربس ولا من مصنف ولا من حد حاكم ولا من حد غليظ القلب اسوده ماكش دعوة بيه منك لربنا واستشعر هذه النعمة واشكر لله سبحانه وتعالى من قلبك هختم بمبادرة ان شاء الله بإذن الرحمن انوي انها تكون تعمل طفرة وتأثير كبير في الامة الفترة الجاية اكتر الحاجات اللي بتعمل بهجة وسعادة هو التفاصيل الممتعة ان احنا بنعمل تفاصيل فيها بهجة وفيها سعادة منها ان الناس بتستمتع بالتفاصيل دي بتخرجها بره الموت بتاعها الطبيعي من ملبس من ديكورات من اشكال ملونة من حاجات بتتعامل ايا كان بقى معايا بحيث لما تتشافي تعرف ان دي بتاعت العيد رقم اتنين انها ودي حتة مهمة بتعمل رواج اقتصادي في التوقيت ده الكل بيكون بيشتري ويبيع فالناس بتنشط والمحلات بتشتري فبيعمل نفع كمان ويدخل رزق على الناس اللي بيشتغلوا في الحاجات دي كلها فانا هعمل مبادرة لعيد رمضان والعيد ذي الحجة اللي بنسميه بقى الفطرة والاضحة وان شاء الرحمن بس لما نطلق موضوع المائدة ونبحث فيه واخلص لمعلومات فيه اكون انا مرتاح لها نفسيا هنبدأ الاول في العيدين دول عيد رمضان وعيد ذي الحجة هعمل مبادرة دلوقتي ومسابقة لناس تبعث لنا افكار عايزين نعمل شكل كلنا نبدأ نعمله في الاعياد ننشره لكل الثقافات اللي حوالينا لجرنة للناس اللي حوالينا ونبدأ نحتفظ بهذا الشكل كاحتفال ملناش علاقة بالتشريع الديني خلي بالكم لو خدنا مثلا الموضوع بتاع يوم ميلاد سيدنا عيسى في بعض الناس قالوا ان يوم ميلاده يوم خمسة وعشرين وبيحتفلوا بيه وده طيار مسيحي في العالم وفي ناس اخدوا يوم ميلاده يوم واحد تلاتين وده طيار بيحتفلوا فيه في العالم ويوم تاني اخدوا ناس يوم سبع يناير وبيحتفلوا بيه في العالم وناس تانية يتلاقي يا جماعة ده او مش في دول خالص ده هو بعدها بستة شهور وبيتكلموا عنه خلاص كده انا مليش علاقة بدول كل واحد له وجهة نظره احترمها خلي مالك بقى التلاتة اللي بيعملوا احتفالات سواء خمسة وعشرين او واحد وثلاثين او سبع يناير عندهم نوعين من الاحتفال وهنا الذكاء ده الذكاء الرائع المجتمعي احتفال في الكنائس ديني بتشريعات دينية وتقوص دينية ده ما بيعملوش غير المتدينين خلاص كده واحتفال مجتمعي المجتمع بيعملوا ببهجة بسعادة ده مجتمع او احتفال بألوان ببهرجة بصور ببلونات ده احتفال تاني خالص مالوش علاقة بالتشريع او التقس الديني انجاز التعبير فاحنا مش هنتكلم في التقس الديني ده مش بتاعنا ده تقس دين ده دين احنا هنتكلم في ان احنا عايزين نبتكر ان شباب المبدع الفترة الجاية هحط لكم ايميل دلوقتي هيبا صغيرة على الشاشة الان طلعوا ليه المخرج لو سمحت idea.academy.com idea.academy.com هتبدأوا تبعاتوا عليه الافكار بتاعتكم ليه الايدين بعد رمضان وفي ذي الحجة عشان نعمل تفصيلات بشكل لبس بشكل حاجات معينة ونبدأ ننشورها وكل شوية نطور 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 والناس كلها بتعاملها ونعمل نشر البهجة فيبقى عندنا شكل معين لاحتفالنا كمسلمين بالآياب بتاعتنا شكل يجذب اطفالنا شكله ممكن كاراكترات نعملها الرجالة يلبسوها والأمهات تلبسها فالطفل يكون بيحبوا وعايز يعيش به وعايز يستمتع ويعمل زيه فنعمل كاراكترات نعمل اشكال معينة خلاص ونبقى بننشرها ويبقى ده الاحتفال بتاعنا الممتع المدني للعيد علشان تبدأ الناس كلها تشوف هذه الاحتفالات ويكون زي ما قلنا فيه الشروط اللي قلناها بيخرج من الموت بيكسر الروتين بيرجعك للطفوله للبهجة للسعاده حلو كده والافكار اللي هتيجي اللي هنطقيها وهنطلها بقى ان شاء الرحمن في المبادرة بتفصيل هيبقى ليها مكافأة من الاكاديمية لسه ما حد التهاج دلوقتي ده اول شيء هنعمله الشيء التاني اللي هيساعدني في البحث القراء بقى والناس دودت القراية واللي عندهم اطلاع واللي يقدر يوصل لبعض العلماء اللي عندهم معلومات اكتر عن المائدة وتفاصيل المائدة لو حد عنده بعض نصوص للكتب الدينية القديمة لان الفاتيكانت جمعت 300 وشوية تقريبا وكان فيه كذا انجيل فهم خلوهم اتنين تلاتة بس والباقي ما عادش حد بيتدوله فالله اعلم قد يكون موجود فيه حاجات عن المائدة في الاناجيل اللي قبل كده او الكتب القديمة فاي حد عنده معلومات عن المائدة او يساعد في البحث والقراءة في الكتب القديمة اوي عن المعلومات عن المائدة يبعتلي اللي هيبعتلي معلومة وانا شوف انها قيمة وهبدأ اتكلم عنها يكون له مكافأ ان شاء الرحمن في الاكاديمية باذن الله فشدوا حلكم يا رب يجعل كل ايامكم بهجة وسعادة ويبقى العيد عيد فرح وسرور ويعاد عليكم بالخير على الدوام وكل بشري وكل انسان ذو ثقافة وذو فكر في العيد بتاعه اللي بيسعد فيه انا اسعد لسعدتك وحس بالبهجة لانك مبتهج وادعولك من كل قلبي ان يديم اله الكون الله رب العالمين عليك البهجة والسعادة ويجعل كل ايامك جنات ونعيم على الدوام اراكم بألف خير احمد عمارة